قال وما هو؟ قالت أن تأتيني برأس يحيى ماذا؟ أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من؟ يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة لفاجرة قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بختر الصر يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمسا وسبعين ألفا حصدهم فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز ومخلف وعده رسله وإلا أنه يقوموا إسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمضت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر ذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله وأخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوما من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون ما الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول له ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعدة الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرنا مجالس الذكر ويذكرنا الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لا زالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين العهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمدت دمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدلنا الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي لما أبكي لا أدري لما فاضت عيناي لا أدري هل ربما هي على ذنوب الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا تقول في سجود أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس وي لكي وي لكي لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف في السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ الإطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل لهم أشد الناس بلاء شد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق؟ إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة أسلمت رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على بخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأرد كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن يعلمهما القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد أين محمد إلى الآن ما أسلم فجاءه رجل قال وماذا تريد به قال أريدهم أخبرني أنه قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك بأمورك أنت قال ماذا تقصد قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد شف أختك أول شف بيتك فغضب عمره وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خبابه ذهب اختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لماذا تصنع هذا يا عمر وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره صراع بين الحق والباطل كان داخل صدره صراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أختي فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة قال ما هذه فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تصنعين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاح قال أعطني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ بدأ قلب عمر يضطرب بدأ الجوارحه تضطرب بدأ الجلد يقشعر الرحمن 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 على العرش استوى وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام ما معنى الرحمن؟ ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصري هذا الدين وإذا بخباف خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد؟ قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر؟ قال دلني عليه يا خباب فخاف خباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه أخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمزة قم قم منظر من الطارق حمزة قد أسلم فإذا بحمزة ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمزة يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمزة أمام عمر وكلاهما جبلان في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمزة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمزة فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثروا الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوث ريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس خبرا قالوا فلان قال يا فلان أخبر الناس بخبر جديد قال ما هو قال أسلمت قال ماذا تقول قال أقول لك ما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أمبا عندهم قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال قال والله لو كنا فيها ثلاثمائة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير التعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جرانه قاطع لرحمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد مننا هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره قصة رجل مع زوجته وانظر إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد مننا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لابد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيرا رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعيدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطالق ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من من الذي عند الباب من الذي عند الباب قامت الزوجة من الطالق قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوعي فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام فقال الزوج لا 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 قولي له ليس لدينا شيء يعني عندنا عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه لا يريد أن يفرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال أعطيه قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينه فقال لها الرجل زوجها الغني قال لم تحزنين وما عند الله خير حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لم حزنت يا فلانا ليش أنت زعلانا أعطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لم حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لمن أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بيت طاويا على الجوع كشحا والحشايا تألموا وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاه موحالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يأسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر رب عز وجل بالعمل الصالح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنى بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر يقول أما أبي ففي كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله ألا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لما كل هذا من سوء خلق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجرا فاسقا الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقظنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول هذا الرجل الأخ يقول ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة ما الذي يعطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلا يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا بكى بكاء شديدا يقولون حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساع ثمن دم ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيها الأم إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرا فلندعو لهم لنقول اللهم أهدهم الله يصوحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله العنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة وفعلا وطأته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندما ولكن لا ينفع الندم لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجسنذه يا عبد الله إياكم والدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا عل الله عز وجل أن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أبا عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد أني سيلبسنا حجاب وعباء وقيود ما في راحة ما في حرية بلد عجيبة هذه البلد فلما وصلت التزمت بالعباء قصبا عليه ما هو طيب منها وهي متغايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض جسين واحد أربع شهور وما شفت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض لكن هناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت ليجل تعالج النساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بكي ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصر غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لماذا تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقلت لا بد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتنيت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فأسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي اسميط حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 24 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول وفي يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد قال هذا رجل خري الجامعي يقول يريد منك طلبا قلت له ماذا يريد قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحثوا عن الإذاعة قالوا هذا مركز الإذاعة فجئت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميت فقلت له لم تريد هذه الأغاني طبعا يقصد القرآن ما يفهم أن هذا القرآن قلت له يقول سميت قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني ليش ما معنى قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له وهذه ليست أغاني قال إذن ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل خذ نسخ من هذا القرآن يقول فاعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن القرآن وما أدراك فالقرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من البروتستانت من النصارى وكانوا لهم مكانة عالية ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالا وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيرا على المسلمين تقول وأشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربع وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوكي أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لما فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بأسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تزوج أربع نساء هو لم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلم هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعد للإنسان يكفي فواحده فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربع ولا تبالون بنسائكم ونساءكم ليست لهن حرية ولا يلبسنا اللباس الذي يردنه ولا يفعلنا ما يردنا فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد تقول أنا يزداد غيظي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لأن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعه عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لا بد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى ابن مريم عليهم السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتابي قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشام كانوا يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم هل هؤلاء هم الإرهابيون تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى ابن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كانك هاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعدر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحتي بالجلوس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بي وصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببته ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك أنا غير متزوج وأريد الزواج منك قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابية وفي ديننا لا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لما قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية فويلة قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لماذا كل هذا لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيش في الغرب هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلوقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعاره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهن بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم أما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقامت دعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتا ولا أم ولا أب ولا أخت ولا أخ أين لعبتي أين غرفتي أين براءة الطفولة طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافع والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال ما ذنب العجائز ما ذنب الشيوخ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات وحشية لو أن هولاك رآ لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة بات أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدم هاهنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردى عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراق على ماذا يمسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراق يحتاجون منها إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مدية العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول أثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس الكهنوت ملابس القساويسة أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيلو كل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول أخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا بني تعال فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت قسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتا ضايقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار تبعت هذا الصبي أين يذهب؟ يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطينا الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه يقول أخذت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتاب الصغير جزء عمه كان الصبي يبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي يقول فتحت هذا الكتاب وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعدت منها وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخذني شعور غريب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول في الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي انحرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجاء تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هدايتي ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عمه فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتل عليه بعض الآيات هذا ثمام ابن أثال رضي الله عنه كان مشركاً وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف من ربنا يوماً يوماً عبوساً قمطريراً سمع ثمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركاً وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم؟ قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفاً من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلاً فقيراً كان عبداً حبشياً نجاراً كان قصيراً أفطس الأنفي كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهماً وعلماً ومع هذا لم يكن نبياً من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكاً أما هذا الرجل فقد كان مملوكاً وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سئل يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني ذاك الذي صيرني إلى ما ترى قالوا كان نجاراً قالوا كان خياطاً قالوا كان راعياً المهم لم يكن رجلاً غنياً ثرياً ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة وكان لقمان كثيراً ما كان يجلس مع ابنه كان يغرس فيه الحكم يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل وحشها الإيمان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو إن جوت يعني شوفوا الإسلوب في النصيحة الآن يقول ترى الدنيا بحر والبحر هذا أكثر الناس يغرقون تبي تنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا واملأ هذه السفينة بالإيمان ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال يا بني نعم يا أبي قال يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال يا بني وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة الرجل أفطس الأنف الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملوك يجلس مع ابنه يقول يا بني إن الحكمة أجلسة المساكين مجالس الملوك شوف أنا الفقير اللي ولا شيء شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمعوا الكلام مني بل الملوك يستشروني لأن الله أعطاه حكمة عظيمة ولقد آتينا لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة شوفوا لهذا سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا أول شيء نصح ابنه كما ذكرت نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد العامين يفطم الرضيع أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صج أعظم ظلم في الأرض الشرك لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيحهما لكن بعدين لا تسبهم لا تشتمهم لا تغلر عليهما فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك لكن عاملهما أحسن معاملة وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والابن يسأل أباه والأب يعطيه من الحكم والمواعظ من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة من الابن يسأل أباه يقول له يا أبتي نعم يا بني يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس كيف يعلمها الله الله شون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني كيف يعلمها الله جل وعلا فرد الأب على ابنه يا بني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شو تقول أنت يا بني الله ما يشوفك والله لو حبة حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب هذا الطفل يسأل كم من الأولاد اليوم ما يدرون يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب يسافر ليرتكي بالذنوب والمعاصي يغلق الباب ليفعل ما يفعل ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان في السر والعلن في النور والظلام في الخفية والعلن اللهم اطلع على سرك ونجواك يا بني من فين يجرس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفاءك أنت أيها العاصي لا لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله بل ويأتي بها إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعلم ما دق من الأمور وما خفي خبير مطلع على كل شيء جل وعلا ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدأ الآن بالعبادات أعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا أعظم العبادات العملية علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا شوفوا الأب اللي من يوم يكمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معاه يعلمه يوري الصلاة يأخذ معاه المسجد يعلمه الركوع السجود يعلمه الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي يتعود الطفل وهو عمر سنتين يقلد أمه شافه تسجد سجد معاه شافه تركع ركع معاه تحببه الأم بالصلاة يحببه الأب بالصلاة فإذا كمل عشر سنوات ثلاث سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة يا بني شوف لقمان ماذا يقول لابنه يا بني أقم الصلاة ما قال صلي أقم الصلاة صلي صلاة كاملة خشوع بخضوع تعال مبكر تجهز للصلاة صلي صلاة كاملة يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى ولده العبادات وحد الله استقام إيمانه استقامت عبادته انتقل معه إلى المرحلة الثالثة مو بس أنت علم غيرك علم أصحابك علم الناس أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاء الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أين هم الآن أين أبناؤهم أين الأجيال التي بعدهم أين من ربوا أين تلاميذهم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس أركان الخمس قالوا السادسة الأمر بالمعروف فالنهى عن المنكر مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر من المعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى لابد أن يؤذى لابد أن تأتيه المصائب والعقبات متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له ما يصير لازم فيه إعداء جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من أنت أحسن من النبي النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته نهى عن المنكر عادته الناس طبيعة البشر ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر شي يقول له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك ربما تسب ربما تشتم ربما تضرب ربما تسجن ربما تعذب ربما تجر على الأرض ربما تجلد ربما يسلب مالك ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك لكن اصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب صار الإنسان داعية الداعية شنو يحتاج له يحتاج يكون خلوق صار موحد وبروالده صار عابد قد الصلوات والأركان والعبادات صار داعية أمر بالمعروف إنهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس يحتاج هذا الداعية إلى شي مهم شنو يحتاج؟ يحتاج الأخلاق تبي تنشر دينك بين الناس تبي تنشر دعوتك بين الناس خلك متواضع لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر كأنك شايف نفسك كأنك مغرور تواضع للفقير للمسكين للسائل للمحتاج لا تنهر لا تغلط بالحديث كن مؤدباً مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط كل اللي سويت يروح عليك كم يكره الناس اليوم الداعية المتكبر كم يكره الناس اليوم يمكن داعية وعنده علم كثير لكن ما حد حوله لأنه مختال لأنه فخور لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجله يمكن تسأله ولا يجيبك حتى الناس ما تحب هذا الناس تحب الرجل ولو كان علم أقل لكن متواضع ولهذا أفضل الناس علما وتواضعا من محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك قصة قوم كان يعيشون في اليمن وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتيهم القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبا ما قصة قوم سبا وما حكايتهم اسمعوا إلى قصة قوم سبا ليس سموا سبا قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبا وقيل لأنهم أول من سبا من العرب أول من اتخذ طريقة السب هم وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبا لا يهمون أصل الإسم ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس ذهبوا إليها يتحاكمون إليها أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح قالوا بل سنطيعك مرينا بأمر نأتمر به قولي شرايك فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا فبنوا سدا عظيما يحجز الماء في أيام المطر يحجز الماء ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات ووزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا وإذا بالناس يتشاركون في بنائه ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار لأن الماء موجود طول السنة الآن طول السنة الماء لا ينقص الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة فإذا بالخيرات تزيد وإذا بالمزارع تقوم وإذا بالأشجار تنبت وإذا بالثمار وإذا بالخيرات فإذا بقوم سبع إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان ثراء وغنى وأموال وخيرات بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات بل كانت المرأة المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات ما تفعل ماذا تفعل المرأة تحمل المكتل على كتفها تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار بس تمشي ماشي تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها في امتلئ المكتل وتخرج يا الله أي خيرات تتساقط على الأرض ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة وما من محصول يفسد جزء منه كل المحاصيل فيها جزء يفسد إلا قوم سبع أبدا بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغنى وثراء لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا كل الأمم تتكلم عن سبأ جنتان عن يمين وشمال جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات لا ترى إلا الثمار ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا تمشي وتأكل من أي مكان شئت كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب موسى عليه السلام كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل موسى من المقربين إلى الله عز وجل أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم منهم موسى عليه السلام موسى كان يدعو الله فيقول يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة أول رجل فانتظر موسى عليه السلام من سيمر علي من سيمر علي فإذا برجل لا يعرفه موسى وهو لا يعرفه موسى عليه السلام رجل عادي حال حال الناس تعجب موسى موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء ستكون رجلا مشهورا بصلاحه هذا الرجل مو معروف فتبعه موسى عليه السلام يبقى يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة يقول فدخل بيتا بيت مفتوح بيت قديم مثل ظل يعني فدخل الرجل وجلس أمام امرأة العجوز وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد امرأة عجوز على الأرض جالسة امرأة كبيرة بالسن فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها يقول فإذا به يشوي اللحم يصنع الطعام ويأتي بالطعام هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها يلقم هذه العجوز في فمها يضع الطعام ثم يسقيها بالماء ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل فم هذه العجوز خرج من بيته الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت فقال هذا الشاب إنها أمي إنها من؟ إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك هذه الأم؟ قال نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وبما تدعو لك هذه الأم؟ قال له تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة فقال له موسى أبشر أبشر يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم نعم إنه دعاء الأم أين نحن من أمهاتنا ماذا فعلنا ماذا صنعنا معهن إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من بدعوة أمه ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة لكن بدعوة صادقة من أمه إلزم رجلها إلزم رجلها فثم الجنة وكان يحيى آمرا بالمعروف نأهيا عن المنكر يحيى لا يحاذ ولا يداهن إن كان صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقب من يحيى عليه السلام وسألت الملك أمرا قالت لابن الملك قالت أطلب منك طلبا قال وما هو قالت أن تأتيني برأسي يحيى ماذا؟ أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من؟ يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطعوا رأسه ويقدموا لعاهرة لفاجره قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بخت رصة يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمسا وسبعين ألفا حصدهم فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز وعده تقام إسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضاً تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمضت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر ذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله وأخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوما من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون من الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول لها ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعدة الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الوحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لا زالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين العهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمد الدمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدلنا الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي لما أبكي لا أدري لما فاضت عيناي لا أدري هل ربما هي على ذنوب الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا وأتحسبونه هينا وأتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول في سجود أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف في السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ الإطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل لهم أشد الناس بلاء شد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق؟ إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة أسلمت رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على بخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه بن الأرد كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهم القرآن يعلمهم القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد أين محمد إلى الآن ما أسلم فجاءه رجل قال وماذا تريد به قال أريدهم أخبرني أنه قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك أمورك أنت قال ماذا تقصد قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد شف أختك أول شف بيتك فغضب عمضي وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب ذهب واختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لماذا تصنع هذا يا عمر وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره صراع بين الحق والباطل كان داخل صدره صراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة قال ما هذه فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تصنعين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاح قال أعطني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن 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 ما معنى ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين وإذا بخباب خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر قال دلني عليه يا خباب فخاف خباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه أخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمزة قم قم وانظر من الطالق حمزة قد أسلم فإذا بحمزة ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمزة يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمزة أمام عمر وكلاهما جبلاني في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمزة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمزة فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثروا الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس خبرا؟ قالوا فلان قال يا فلان أخبر الناس بخبر جديد قال ما هو؟ قال أسلمت قال ماذا تقول؟ قال أقول لكما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أمبا عندهم قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر؟ قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال قال والله لو كنا فيها ثلاثمائة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير التعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جرانه قاطع لرحمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد منه هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره بصة رجل مع زوجته وانظر إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد مننا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيرا رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعيدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطالق ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من الذي عند الباب من الذي عند الباب قامت الزوجة من الطالق قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوعي فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام فقال الزوج لا 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 قولي له ليس لدينا شيء يعني عندنا عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه لا يريد أن يفرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال أعطيه قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينه فقال لها الرجل زوجها الغني قال لما تحزنين وما عند الله خير حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لما حزنت يا فلان ليش أنت زعلانه حطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لما حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لمن أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بيت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاه موحالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يأسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا ردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفاً ويعطي الممسك تلفاً كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنى بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر يقول أما أبي ففي كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله ألا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لما كل هذا من سوء خلق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجراً فاسقاً الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نوراً أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبَّهُ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ يَنْ ذِكْرِ اللَّهُ يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقاً وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقظنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير لن يهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولاً من من دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين يقول هذا الرجل الأخ يقول ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيراً كثيراً يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطراً تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة ما الذي يعطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتاً وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلاً يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديداً بكى بكاء شديداً يقولون حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساع ثمن دم ثلاث دعوات المستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيتها الأم إن كان ولدنا فاجراً أو بنتنا فاجراً فلندعو لهم لنقول الله مهدهم الله يصوحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله يلعنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة وفعلاً وطأته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندماً ولكن لا ينفع الندم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً لا تقل شيئاً لا تعلم خيره أو شره فتجسنبه يا عبد الله إياكم والدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجاراً لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجاراً عل الله عز وجل أن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أبن عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد أني سيلبسنا حجاب وعباء وقيود ما في راحة ما في حرية ما في بلد عجيبة هذه البلد فلما وصلت التزمت بالعباء قصبا عليه يعني ما هو طيب منها وهي متغايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض جسين واحد أربع شهور ما شفت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض لا كرهناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت ليجل تعالج النساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بكي ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصر غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لم تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقالت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتريت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي تقول تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي اسميط حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 14 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول في يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد قال هذا رجل خريت جامعي يقول يريد منك طلبا قلت له ماذا يريد قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحثوا عن الإذاعة قالوا هذا مركز الإذاعة فجئت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميت فقلت له لماذا تريد هذه الأغاني طبعا هو يقصد القرآن ما يفهم أن هذا القرآن قلت له يقول سميت قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني ليش ما معنى قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني قال إذا ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا قال هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل خذ نسخ من هذا القرآن يقول فأعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن القرآن وما أدراك فالقرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من بروتستانت من النصارى وكانوا لهم مكان عالي ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالا وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيرا على المسلمين تقولوا أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربع وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوك أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لما فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بأسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تزوج أربع نساء ولم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعد للإنسان يكفي فواحده فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربع ولا تبالون بنسائكم منسائكم ليست لهن حرية ولا يلبسنا اللباس الذي يردنه ولا يفعلنا ما يردنا فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد تقول أنا يزداد غيضي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لأن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لا بد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى ابن مريم عليهما السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتاب قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب كان يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم هل هؤلاء هم الإرهابيون تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى ابن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كانك هاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعدر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحتي بالجلوس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بي وصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببته ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منكي أنا غير متزوج وأريد الزواج منكي قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابيا وفي ديننا لا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لم قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لماذا كل هذا لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيش في الغرب هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعاره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهن بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم عما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقام الدعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتا ولا أم ولا أب ولا أخت ولا أخ أين لعبتي أين غرفتي أين براءة الطفولة طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافع والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال ما ذنب العجائز ما ذنب الشيوخ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات وحشية لو أنه لا كرآ لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة بات أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدم هاهنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أوهكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردى عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراق على ماذا ينسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراق يحتاجون منا إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مد يد العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول أثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساوي سح أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيل وكل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول وأخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا بني تعال فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت قسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتضايقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار تبعت هذا الصبي أين يذهب يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطني الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه يقول أخذت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتيب الصغير جزء عمه كان الصبي يبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي يقول فتحت هذا الكتاب وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعدت منها وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخذني شعور شعور غريب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول في الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي إن حرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجاء أن تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها وردتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هدايتي ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزة عمة فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتلع عليه بعض الآيات هذا ثمام ابن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا سمع ثمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم؟ قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلا فقيرا كان عبدا حبشيا نجارا كان قصيرا أفطس الأنفي كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا أما هذا الرجل فقد كان مملوكا وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سؤل يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني ذاك الذي صيرني إلى ما ترى قالوا كان نجارا قالوا كان خياطا قالوا كان راعيا المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه كان يغرس فيه الحكم يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل وحشها الإيمان بالله تعالى وشرعها التوكل على الله لعلك تنجو إن جوت يعني شوفوا الأسلوب في النصيحة الآن يقول ترى الدنيا بحر والبحر هذا أكثر الناس يغرقون تبي تنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا واملأ هذه السفينة بالإيمان ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال يا بني نعم يا أبي قال يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال يا بني وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة الرجل أفطس الأنف الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملوك يجلس مع ابنه يقول يا بني إن الحكمة أجلسة المساكين مجالس الملوك شوف أنا الفقير اللي ولا شيء شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمعوا الكلام مني بل الملوك استشروني لأن الله أعطاه حكمة عظيمة ولقد آتينا لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة شوف ولهذا سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا أول شيء نصح ابنه كما ذكرت نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد العامين يفطم الرضيع أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صج أعظم ظلم في الأرض الشرك لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيحهما لكن بعدين لا تسبهم لا تشتمهم لا تغلر عليهما فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك لكن عاملهما أحسن معامله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والابن يسأل أباه والأب يعطيه من الحكم والمواعظ من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة من الأبن يسأل أباه يقول له يا أبتي نعم يا أبني يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس كيف يعلمها الله الله شون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحتى في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني كيف يعلمها الله جل وعلا فرد الأب على ابنه يا بني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شو تقول أنت يا أبني الله ما يشوفك والله لو حبة حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو ادخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب هذا الطفل يسأل كم من الأولاد اليوم ما يدرون يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي يغلق الباب ليفعل ما يفعل ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان في السر والعلن في النور والظلام في الخفية والعلن الله مطلع على سرك ونجواك يا بني من فين يجرس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفاءك أنت أيها العاصي لا لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله بل ويأتي بها إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعلم ما دق من الأمور وما خفي خبير مطلع على كل شيء جل وعلا ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدل الآن بالعبادات أعظم عبادة شنو الصلاة طبعا أعظم العبادات العملية علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا شوف الأب اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معه يعلمه يوري الصلاة يأخذ معها المسجد يعلمه الركوع السجود يعلمه الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي يتعود الطفل وهو عمره سنتين يقلد أمه شافه تسجد سجد معاه شافه تركع ركع معاه تحببه الأم بالصلاة يحببه الأب بالصلاة فإذا كمل عشر سنوات ثلاث سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة يا بني شوف لقمان ماذا يقول لابنه يا بني أقمي الصلاة ما قال لصلي أقم الصلاة صلي صلاة كاملة خشوع بخضوع تعال مبكر تجهز للصلاة صلي صلاة كاملة يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى ولده العبادات وحد الله استقام إيمانه استقامت عبادته انتقل معه إلى المرحلة الثالثة مو بس أنت علم غيرك علم أصحابك علم الناس أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاء الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أين هم الآن أين أبناؤهم أين الأجيال التي بعدهم أين من ربوا أين تلاميذهم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس أركان الخمس قالوا السادسة الأمر بالمعروف فالنهى عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر من المعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى لابد أن يؤذى لابد أن تأتيه المصائب والعقبات متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له ما يصير لازم فيه إعداء جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين تمنت أحسن من النبي النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته نهى عن المنكر عادته الناس طبيعة البشر ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر شي قل له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك ربما تسب ربما تشتم ربما تضرب ربما تسجن ربما تعذب ربما تجر على الأرض ربما تجلد ربما يسلب مالك ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك لكن اصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب صار الإنسان داعية الداعية شنو يحتاج إليه يحتاج يكون خلوق صار موحد وبروالده صار عابد أد الصلوات والأركان والعبادات صار داعية أمر بالمعروف انهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس يحتاج هذا الداعية إلى شي مهم شنو يحتاج يحتاج الأخلاق تبي تنشر دينك بين الناس تبي تنشر دعوتك بين الناس خلك متواضع لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر كأنك شايف نفسك كأنك مغرور تواضع للفقير للمسكين للسائل للمحتاج لا تنهر لا تغلط في الحديث كن مؤدباً مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط كل اللي سويت يروح عليك كم يكره الناس اليوم الداعي المتكبر كم يكره الناس اليوم يمكن داعي وعنده علم كثير لكن ما حد حوله لأنه مختال لأنه فخور لأنه يكلمهم من أبراج عاجيه لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجله يمكن تسأل ولا يجيبك حتى الناس ما تحب هذا الناس تحب الرجل ولو كان علمه أقل لكن متواضع ولهذا أفضل الناس علماً وتواضعاً من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك قصة قوم كان يعيشون في اليمن وكان هؤلاء الناس عندهم أحياناً يأتيهم القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم اسمعوا إلى قصة قوم سبأ ليس سموا سبأ؟ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب أول من اتخذ طريقة السبئ هم وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ لا يهمون أصل الإسم ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم؟ قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة امرأة من أشدهم عقلاً اسمها بلقيس ذهبوا إليها يتحاكمون إليها أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح قالوا بل سنطيعك مرينا بأمر نأتمر به قل ليش رايش فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سداً فبنوا سداً عظيماً يحجز الماء في أيام المطر يحجز الماء ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات ووزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق ففعلوا وبنوا سداً عظيماً كبيراً وإذا بالناس يتشاركون في بنائه ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار لأن الماء موجود طول السنة الآن طول السنة الماء لا ينقص الماء يحبز في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة فإذا بالخيرات تزيد وإذا بالمزارع تقوم وإذا بالأشجار تنبت وإذا بالثمار وإذا بالخيرات فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان ثراء وغنى وأموال وخيرات بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات بل كانت المرأة المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات ما تفعل؟ ماذا تفعل المرأة؟ تحمل المكتل على كتفها تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار بس تمشي ماشي تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها في امتلئ المكتل وتخرج يا الله أي خيرات تتساقط على الأرض ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة وما من محصول يفسد جزء منه كل المحاصيل فيها جزء يفسد إلا قوم سبأ أبدا بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وثمار وغنى وثراء لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا كل الأمم تتكلم عن سبأ جنتان عن يمين وشمال جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات لا ترى إلا الثمار ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا تمشي وتأكل من أي مكان شئت كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيم موسى عليه السلام كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل موسى من المقربين إلى الله عز وجل أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم منهم موسى عليه السلام موسى كان يدعو الله فيقول يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة أول رجل فانتظر موسى عليه السلام من سيمر عليه من سيمر عليه فإذا برجل لا يعرفه موسى وهو لا يعرف موسى عليه السلام رجل عادي حال حال الناس تعجب موسى موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء ستكون رجلا مشهورا بصلاحه فهذا الرجل مو معروف فتبعه موسى عليه السلام يريد أن يرى ليش هذا صار رفيقي في الجنة يقول فدخل بيتا بيت مفتوح بيت قديم مثل ظل يعني فدخل الرجل وجلس أمام امرأة عجوز وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد امرأة عجوز على الأرض جالسة امرأة كبيرة بالسن فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها يقول فإذا به يشوي اللحم يصنع الطعام ويأتي بالطعام هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها يلقم هذه العجوز في فمها يضع الطعام ثم يسقيها بالماء ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل ثم هذه العجوز خرج من بيته الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت فقال هذا الشراب إنها أمي إنها من إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك هذه الأم قال نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وبما تدعو لك هذه الأم قال له تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة فقال له موسى أبشر أبشر يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدون إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب برحمهما وقل رب برحمهما كما ربياني صغيرا نعم 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 إنه دعاء الأم أين نحن من أمهاتنا ماذا فعلنا ماذا صنعنا معهن إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من بدعوة أمه ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة لكن بدعوة صادقة من أمه إلزم رجلها إلزم رجلها فثم الجنة وكان يحيى آمرا بالمعروف نأهيا عن المنكر يحيى لا يحاذي ولا يداهن إن كان صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقب من يحيى عليه السلام وسألت الملك أمرا قالت لابن الملك قالت أطلب منك طلبا قال وما هو قالت أن تأتيني برأس يحيى ماذا أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة لفاجرة قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض ابتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بخت رصر يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمساً وسبعين ألفاً حصدهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز دون تقام اسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضاً تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمطت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر ذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله وأخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوما من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون ما الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول له ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعدة الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لازالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين الله عهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمدت دمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدلنا الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي لما أبكي لا أدري لما فاضت عيناي لا أدري هل ربما هي على ذنوق الكثيرة والمعاصر التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم تقول في سجود أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيراً لكن لهذه المرة يختلف في السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ الإطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل هم أشد الناس بلاء شد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق؟ إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة أسلمت رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفوا ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على مخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأرد كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن يعلمهما القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد أين محمد إلى الأم ما أسلم فجاءه رجل قال وماذا تريد به قال أريدهم أخبرني أنه قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك بأمورك أنت قال ماذا تقصد قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد شف أختك أول شف بيتك فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب ذهب اختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لماذا تصنع هذا يا عمر وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره سراع بين الحق والباطل كان داخل صدره سراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة قال ما هذه فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تصنعين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاح قال أعطيني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى ما هذا الكلام ما هذا الكلام بدأ قلب عمر يضطرب بدأ الجوارحه تضطرب بدأ الجلد يقشعر الرحمن الرحمن على العرش استوى وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام ما معنى الرحمن ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين وإذا بخباه خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر قال دلني عليه يا خباب فخاف خباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه وأخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمز قم قم وانظر من الطالق حمز قد أسلم فإذا بحمز ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمز يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمز أمام عمر وكلاهما جبلان في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمز فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمز فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبذه فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من؟ إنه عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس قال أسلمت قال ماذا تقول قال أقول لكما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أمباء عندهم قال في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال والله لو كنا فيها ثلاثمائة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير التعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صعيه البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جرانه قاطع لرحمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد مننا هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره قصة رجل مع زوجته وانظر إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد مننا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيرا رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطالق ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من الذي عند الباب من الذي عند الباب قامت الزوجة من الطالق قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوع فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام فقال الزوج لا 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 قولي له ليس لدينا شيء عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه لا يريد أن يفرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال أعطيه قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينه فقال لها الرجل زوجها الغني قال لم تحزنين وما عند الله خير حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لم حزنت يا فلان ليش أنت زعلان حطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لم حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لمن أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بيت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألموا وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاه موحالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء أسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنى بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر يقول أما أبي في كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله ألا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لما كل هذا من سوء خلوق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه لكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجرا فاسقا الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقظنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة ما الذي يعطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلا يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا بكى بكاء شديدا يقولون حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساعة من دم ثلاث دعوات المستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيها الأم إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرا فلندعو لهم لنقول الله مهدهم الله يصبحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله العنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة وفعلا وطأته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندما ولكن لا ينفع الندم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجسنبه يا عبد الله إياكم والدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا على الله عز وجل لأن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أبا عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد أني سيلبسنا حجاب وعباء وقيود ما في راحة ما في حرية بلد عجيبة هذه البلد فلما وصلت التزمت بالعباء قصبا عليه ما هو طيب منها وهي متغايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض جسين واحد أربع شهور وما شفت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض لكن هناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت لأجل تعالج النساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئاً مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بكي ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصره غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لماذا تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتليت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي اسميط حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فأيدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 14 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح اللذاء نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول وفي يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد قال هذا رجل خريد جامعي يقول يريد منك طلبا قلت له ماذا يريد قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحثوا عن الإذاعة قالوا هذا مركز الإذاعة فجئت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميد فقلت له لماذا تريد هذه الأغاني طبعا هو يقصد القرآن ما يفهم أن هذا قرآن قلت له يقول سميد قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني ليش ما معنى قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني قال إذن ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن وذهب وقره على مهل خذ نسخت من هذا القرآن يقول فأعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن القرآن وما أدراك فالقرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من البروتستانت من النصارى وكانوا لهم مكان عالي ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالا وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيرا على المسلمين تقولوا أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربع وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوكي أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لما فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بأسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تزوج أربع نساء ولم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعد للإنسان يكفي فواحدة فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربع ولا تبالون بنسائكم ونساءكم ليست لهن حرية ولا يلبسن اللباس الذي يردنه ولا يفعلن ما يردن فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست فقال جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد تقول أنا يزداد غيظي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لأن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لا بد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى بن مريم عليهما السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي؟ قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتاب قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب كان يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم؟ هل هؤلاء هم الإرهابيون؟ تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى بن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كان كاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعدر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحت لي بالجلوس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بأصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببته ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك أنا غير متزوج وأريد الزواج منك قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابية وفي ديننا لا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لما قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لماذا كل هذا لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيش في الغرب هل لا عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلوقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعاره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهن بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم أما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقامت دعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتا ولا أم ولا أب ولا أخت ولا أخ أين لعبتي أين غرفتي أين براءة الطفولة طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافع والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال ما ذنب العجائز ما ذنب الشيوخ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيكي المبادئ واستبد غزات وحشية لو أنه لا كرآ لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة باتوا أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدمها هنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردى عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراق على ماذا ينسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراق يحتاجون منها إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مد يد العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول وأثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساويسة أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيلو كل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول وأخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا بني تعال فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت قسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتضايقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول على القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار تبعت هذا الصبي أين يذهب يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطني الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخدت منه الكتاب رغما عنه يقول أخدت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتاب الصغير جزء عم كان الصبي يبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي يقول فتحت هذا الكتاب وأخدت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعدت منها وهذه الجملة أخدت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخذني شعور شعور غريب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول في الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي إن حرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجاء أن تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هداية ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزة عمه فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتل عليه بعض الآيات هذا ثمامة بن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا سمع الضمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلا فقيرا كان عبدا حبشيا نجارا كان قصيرا أفطس الأنفي كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا أما هذا الرجل فقد كان مملوكا وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سئل يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني ذاك الذي صيرني إلى ما ترى قالوا كان نجارا قالوا كان خياطا قالوا كان راعيا المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه كان يغرس فيه الحكم يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل وحشها الإيمان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو إن جوت يعني شوفوا الإسلوب في النصيحة الآن يقول ترى الدنيا بحر والبحر هذا أكثر الناس يغرقون تبتنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا واملأ هذه السفينة بالإيمان ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال يا بني نعم يا أبي قال يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال يا بني وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة الرجل أفطس الأنف الرجل الفقير قال لي عمل زهيد قال لي أصلا مملوك يجلس مع ابنه يقول يا بني إن الحكمة أجلسة المساكين مجالس الملوك شوف أنا الفقير اللي ولا شي شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمعوا الكلام مني بل الملوك استشروني لأن الله أعطاه حكمة عظيمة ولقد آتينا لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة شوفوا لهذا سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا أول شي نصح ابنه كما ذكرت نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد العامين يفطم الرضيع أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صج أعظم ظلم في الأرض الشرك لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيحهما لكن بعدين لا تسبهم لا تشتمهم لا تغلر عليهما فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك لكن عاملهما أحسن معاملة وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والابن يسأل أباه والأب يعطيه من الحكم والمواعظ من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة من الأبن يسأل أباه يقول له يا أبتي نعم يا بني يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس كيف يعلمها الله الله شون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني كيف يعلمها الله جل وعلا فرد الأب على ابنه يا بني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شو تقول أنت يا بني الله ما يشوفك والله لو حبة حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب هذا الطفل يسأل كم من الأولاد اليوم ما يدرون يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي يغلق الباب ليفعل ما يفعل ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان في السر والعلن في النور والظلام في الخفية والعلن الله مطلع على سرك ونجواك يا بني من فين يجرس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفاءك أنت أيها العاصي لا لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله بل ويأتي بها إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعلم ما دق من الأمور وما خفي خبير مطلع على كل شيء جل وعلا ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدأ الآن بالعبادات أعظم عبادة شنو الصلاة طبعا أعظم العبادات العملية علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا شوف الأبد اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معه يعلمه يوري الصلاة يأخذ معها المسجد يعلمه الركوع السجود يعلمه الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي يتعود الطفل وهو عمر سنتين يقلد أمه شافه تسجد سجد معها شافه تركع ركع معها تحببه الأم بالصلاة يحببه الأب بالصلاة فإذا كمل عشر سنوات ثلاث سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة يا بني شوف لقمان ماذا يقول لابنه يا بني أقمي الصلاة ما قال لصلي أقمي الصلاة صلي صلاة كاملة خشوع بخضوع تعال مبكر تجهز للصلاة صلي صلاة كاملة يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى ولده العبادات وحد الله استقام إيمانه استقامت عبادته انتقل معه إلى المرحلة الثالثة مو بس أنت علم غيرك علم أصحابك علم الناس أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاء الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أين هم الآن؟ أين أبناؤهم؟ أين الأجيال التي بعدهم؟ أين من ربوا؟ أين تلاميذهم؟ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس أركان الخمس قالوا السادسة الأمر بالمعروف أنهي عن المنكر مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر من المعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى لابد أن يؤذى لابد أن تأتيه المصائب والعقبات متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له ما يصير لازم فيه إعداء جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من أنت أحسن من النبي النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته نهى عن المنكر عادته الناس طبيعة البشر ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر شي قل له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك ربما تسب ربما تشتم ربما تضرب ربما تسجن ربما تعذب ربما تجر على الأرض ربما تجلد ربما يسلب مالك ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك لكن اصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب صار الإنسان داعية الداعية شنو يحتاج إليه يحتاجه كل خلوق صار موحد وبر والده صار عابد أد الصلوات والأركان والعبادات صار داعي أمر بالمعروف إنهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس يحتاج هذا الداعية إلى شي مهم شنو يحتاج؟ يحتاج الأخلاق تبي تنشر دينك بين الناس؟ تبي تنشر دعوتك بين الناس؟ خلك متواضع لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر كأنك شايف نفسك كأنك مغرور تواضع للفقير للمسكين للسائل للمحتاج لا تنهر لا تغلط في الحديث كن مؤدباً مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط كل اللي سويت يروح عليك كم يكره الناس اليوم الداعية المتكبر كم يكره الناس اليوم يمكن داعية وعنده علم كثير لكن ما حد حوله لأنه مختال لأنه فخور لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجلح يمكن تسأل ولا يجيبك حتى الناس ما تحب هذا الناس تحب الرجل ولو كان علمه أقل لكن متواضع ولهذا أفضل الناس علماً وتواضعاً من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك قصة قوم كان يعيشون في اليمن وكان هؤلاء الناس عندهم أحياناً يأتيهم القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم اسمعوا إلى قصة قوم سبأ ليس سموا سبأ؟ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب أول من اتخذ طريقة السبي هم وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ لا يهمون أصل الاسم ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم؟ قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة امرأة من أشدهم عقلاً اسمها بلقيس ذهبوا إليها يتحاكمون إليها أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح قالوا بل سنطيعك مرينا بأمر نأتمر به قولي شرايش فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سداً فبنوا سداً عظيماً يحجز الماء في أيام المطر يحجز الماء ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات ووزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق ففعلوا وبنوا سداً عظيماً كبيراً وإذا بالناس يتشاركون في بنائه ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار لأن الماء موجود طول السنة الآن طول السنة الماء لا ينقص الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة فإذا بالخيرات تزيد وإذا بالمزارع تقوم وإذا بالأشجار تنبت وإذا بالثمار وإذا بالخيرات فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان ثراء وغنى وأموال وخيرات بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات بل كانت المرأة المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات ما تفعل؟ ماذا تفعل المرأة؟ تحمل المكتل على كتفها تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار بس تمشي ماشي تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها في امتلئ المكتل وتخرج يا الله أي خيرات تتساقط على الأرض ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة وما من محصول يفسد جزء منه كل المحاصيل فيها جزء يفسد إلا قوم سبأ أبدا بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغنى وثرى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية باهرة وعلام على قدرة الله جل وعلا كل الأمم تتكلم عن سبأ جنتان عن يمين وشمال جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات لا ترى إلا الثمار ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا تمشي وتأكل من أي مكان شئت كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب موسى عليه السلام كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل موسى من المقربين إلى الله عز وجل أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم منهم موسى عليه السلام موسى كان يدعو الله فيقول يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة أول رجل فانتظر موسى عليه السلام من سيمر علي من سيمر علي فإذا برجل لا يعرفه موسى وهو لا يعرف موسى عليه السلام رجل عادي حال حال الناس تعجب موسى موسى ظن أن الإجابة ستكون النبي من الأنبياء ستكون رجلا مشهورا بصلاحه هذا الرجل مو معروف فتبعه موسى عليه السلام يبقى يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة يقول فدخل بيتا بيت مفتوح بيت قديم مثل ظل يعني فدخل الرجل وجلس أمام امرأة العجوز وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد امرأة عجوز على الأرض جالسة امرأة كبيرة بالسن فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها يقول فإذا به يشوي اللحم يصنع الطعام ويأتي بالطعام هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها يلقم هذه العجوز في فمها يضع الطعام ثم يسقيها بالماء ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل ثم هذه العجوز خرج من بيته الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت فقال هذا الشاب إنها أمي إنها من؟ إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك هذه الأم؟ قال نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وبما تدعو لك هذه الأم؟ قال له تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة فقال له موسى أبشر أبشر يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم نعم إنه دعاء الأم أين نحن من أمهاتنا ماذا فعلنا ماذا صنعنا معهن إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من بدعوة أمه ربما الإنسان يصل طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة لكن بدعوة صادقة من أمه إلزم رجلها إلزم رجلها فثم الجنة وكان يحيى آمرا بالمعروف نأهيا عن المنكر يحيى لا يحاذي ولا يداهن إن كان صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقب من يحيى عليه السلام وسألت الملك أمرا قالت لابن الملك قالت أطلب منك طلبا قال وما هو قالت أن تأتيني برأس يحيى ماذا أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصفته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أمياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة لفاجرة قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بخت نصر يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمسا وسبعين ألفا حصدهم فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز وإن أبنته إن الله عزيز إنه يدخل عليهم ويقوم بشكل صحيح اسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمطت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر ذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله وأخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوما من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون ما الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول له ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعد الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لازالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين الله عهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمدت دمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدلنا الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي لما أبكي لا أدري لما فاضت عيناي لا أدري هل ربما هي على ذنوق الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول في سجود أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ الإطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل لأصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل هم أشد الناس بلاء أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة أسلمت رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على بخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأردت كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن يعلمهما القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد أين محمد إلى الأم ما أسلم فجاءه رجل قال وماذا تريد به قال أريدهم أخبرني أنه قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك بأمورك أنت قال ماذا تقصد قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد شف أختك أول شف بيتك فغضب عمره وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمه فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب ذهب اختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لماذا تصنع هذا يا عمر وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره سراع بين الحق والباطل كان داخل صدره سراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأرادني أخذ الصحيفة قال ما هذه فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تسمعين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاح قال أعطيني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى ما هذا الكلام ما هذا الكلام بدأ قلب عمر يطرب بدأ الجوارحه تطرب بدأ الجلد يقشعر الرحمن الرحمن على العرش استوى وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام ما معنى الرحمن ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين وإذا بخباف خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر قال دلني عليه يا خباب فخاف خباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه أخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمزة قم منظر من الطارق حمزة قد أسلم فإذا بحمزة ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمزة يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمزة أمام عمر وكلاهما جبلاني في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمزة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمزة فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وانصيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس خبرا قالوا فلان قال يا فلان أخبر الناس بخبر جديد قال ما هو قال أسلمت قال ماذا تقول قال أقول لكما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أم ما عندهم قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر من الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال قال والله لو كنا فيها ثلاثمائة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير التعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جرانه قاطع لرحيمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد منه هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره بصة رجل مع زوجته وانظر إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد مننا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيرا رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعيدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطالق ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من الذي عند الباب من الذي عند الباب قامت الزوجة من الطالق قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوعي فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام فقال الزوج لا 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 قولي له ليس لدينا شيء يعني عندنا عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيء من طعامه لا يريد أن يفرك شيء من طعامه الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال أعطيه قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينه فقال لها الرجل زوجها الغني قال لم تحزنين وما عند الله خير حزنتي لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لم حزنتي يا فلان ليش أنت زعلانا حطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لما حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لمن أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بالتطاويا على الجوع كشحا والحشاية ألموا وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء أسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر رب عز وجل بالعمل الصالح لإن شكرتم لإن شكرتم لأزيدنكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنا بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر يقول أما أبي في كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله ألا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لما كل هذا من سوء خلق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجرا فاسقا الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقظنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول هذا الرجل الأخ يقول ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة ما الذي يعطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلا يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا بكى بكاء شديدا يقول حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساع ثمن دم ثلاث دعوات المستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيتها الأم إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرة فلندعو لهم لنقول اللهم أهدهم الله يصوحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله العنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة وفعلا وطأته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندما ولكن لا ينفع الندم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد لَكُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْأُولَا لا تقل شيئاً لا تعلم خيره أو شره فتجتنبه يا عبد الله إياكم والدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجاراً لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجاراً على الله عز وجل أن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أباً عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريباً نفس الأمراض لم تجد شيئاً جديداً فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد أني سيلبسنا حجاب وعباء وقيود وإحنا ما في راحة ما في حرية إحنا بلد عجيبة هذه البلد فلما وصرت التزمت بالعباء قصبا عليه ما هو طيب منها وهي متغايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض جسين واحد أربع شهور وما شفت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض لكن هناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت ليجل تعالج المنساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بكي ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصر غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لماذا تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتليت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي اسميط حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فأيدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 14 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح اللذاء نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول في يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد قال هذا رجل خريد جامعي يقول يريد منك طلبا قلت له ماذا يريد قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحثوا عن الإذاعة قالوا هذا مركز الإذاعة فجئت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميد فقلت له لماذا تريد هذه الأغاني طبعا هو يقصد القرآن ما يفهم أن هذا القرآن قلت له يقول سميد قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني ليش قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني قال إذن ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل خذ نسخ من هذا القرآن يقول فاعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافراً وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فأجره حتى يسمع كلام القرآن القرآن وما أدراك فالقرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلاً دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعاً خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من البروتستانت من النصارى وكانوا لهم مكان عالي ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالاً وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاماً يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاماً بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيراً على المسلمين تقول أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربع وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوك أخبر الطبا ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لما فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بأسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تزوج أربع نساء ولم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعد للإنسان يكفي فواحدة فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربع ولا تبالون بنسائكم ونساءكم ليست لهن حرية ولا يلبسن اللباس الذي يردنه ولا يفعلن ما يردن فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شريك له الذي لم يلد ولم يولد تقول أنا يزداد غيظي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لي أن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليسك بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لا بد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى ابن مريم عليهم السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتابي قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب كان يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم؟ هل هؤلاء هم الإرهابيون؟ تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى بن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كان كاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعذر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحت لي بالجلس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسبع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بأصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببتهم ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك أنا غير متزوج وأريد الزواج منك قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابية وفي ديننا لا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأحلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لم قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمتم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لما كل هذا لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيش في الغرب هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد يعني عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعاره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهنى بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم عما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقامت دعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتا ولا أم ولا أب ولا أخت ولا أخ أين لعبتي أين غرفتي أين براءة الطفولة طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافع والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال ما ذنب العجائز ما ذنب الشيوخ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات وحشية وحشية لو أن هولا كورآ لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة بات أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدمها هنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردى عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراق على ماذا ينسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراق يحتاجون منها إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مدية العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول وأثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساويسة أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيل وكل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول أخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا بني تعال فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت أقسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتا ضيقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار تبعت هذا الصبي أين يذهب يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطني الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه يقول أخذت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتيب الصغير جزء عم كان الصبي يبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراش يقول فتحت هذا الكتاب وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعدت منها وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخذني شعور شعور غريب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول وفي الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي انحرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجان تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليف لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليف تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هدايتي ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عمه فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نترى عليه بعض الآيات هذا ثمام ابن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا سمع ثمامة والقرآن يقرأ وكان مشركا وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم؟ قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلا فقيرا كان عبدا حبشيا نجارا كان قصيرا أفطس الأنفي كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا أما هذا الرجل فقد كان مملوكا وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سؤل يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وترك ما لا يعنيني ذاك الذي صيرني إلى ما ترى قالوا كان نجارا قالوا كان خياطا قالوا كان راعيا المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه كان يغرس فيه الحكم يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل وحشها الإيمان بالله تعالى وشرعها التوكل على الله لعلك تنجو إن جوت يعني شوفوا الإسلوب في النصيحة الآن يقول ترى الدنيا بحر والبحر هذا أكثر الناس يغرقون تبي تنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا واملأ هذه السفينة بالإيمان ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال يا بني نعم يا أبي قال يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال يا بني وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة الرجل أفطس الأنف الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملوك يجلس مع ابنه يقول يا بني إن الحكمة أجلسة المساكين مجالس الملوك شوف أنا الفقير اللي ولا شيء شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمعوا الكلام مني بل الملوك استشروني لأن الله أعطاه حكمة عظيمة ولقد آتينا لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة شوف ولهذا سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا أول شيء نصح ابنه كما ذكرت نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد العامين يفطم الرضيع أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صج أعظم ظلم في الأرض الشرك لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيحهما لكن بعدين لا تسبهم لا تشتمهم لا تغلر عليهما فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك لكن عاملهما أحسن معاملة وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والابن يسأل أباه والأب يعطيه من الحكم والمواعب من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة من الإبن يسأل أباه يقول له يا أبتي نعم يا بني يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس كيف يعلمها الله الله شون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني كيف يعلمها الله جل وعلا فرد الأب على ابنه يا بني يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شو تقول أنت يا بني الله ما يشوفك والله لو حبة حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب هذا الطفل يسأل كم من الأولاد اليوم ما يدرون يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي يغلق الباب ليفعل ما يفعل ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان في السر والعلن في النور والظلام في الخفية والعلن الله مطلع على سرك ونجواك يا بني من فين يجرس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفاءك أنت أيها العاصي لا لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله بل ويأتي بها إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعلم ما دق من الأمور ما خفيه خبير مطلع على كل شيء جل وعلا ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدأ الآن بالعبادات أعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا أعظم العبادات العملية علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا شوف الأبد اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معه يعلمه يوري الصلاة يأخذ معها المسجد يعلمه الركوع السجود يعلم الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي يتعود الطفل وهو عمره سنتين يقلد أمه شافه تسجد سجد معها شافه تركع ركع معها تحببه الأم بالصلاة يحببه الأب بالصلاة فإذا كمل عشر سنوات ثلاث سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة يا بني شوف لقمان ماذا يقول لابنه يا بني أقمي الصلاة ما قال لصلي أقم الصلاة صلي صلاة كاملة خشوع بخضوع تعال مبكر تجهز للصلاة صلي صلاة كاملة يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى ولده العبادات وحد الله استقام إيمانه استقامت عبادته انتقل معه إلى المرحلة الثالثة مو بس أنت علم غيرك علم أصحابك علم الناس أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاء الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أين هم الآن أين أبناؤهم أين الأجيال التي بعدهم أين من ربوا أين تلاميذهم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس أركان الخمس قالوا السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل أمر من المعروف ناهي عن المنكر لا بد أن يبتلى لا بد أن يؤذى لا بد أن تأتيه المصائب والعقبات متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له ما يصير لازم في إعداء جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين تمنت أحسن من النبي النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته نهى عن المنكر عادته الناس طبيعة البشر ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر شي قل له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك ربما تسب ربما تشتم ربما تضرب ربما تسجن ربما تعذب ربما تجر على الأرض ربما تجلد ربما يسلب مالك ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك لكن اصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب صار الإنسان داعية الداعية شنو يحتاج إليه يحتاج يكون خلوق صار موحد وبروالده صار عابد قد الصلوات والأركان والعبادات صار داعية أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس يحتاج هذا الداعية إلى شي مهم شنو يحتاج يحتاج إلى أخلاق تبي تنشر دينك بين الناس تبي تنشر دعوتك بين الناس خلك متواضع لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر كأنك شايف نفسك كأنك مغرور تواضع للفقير للمسكين للسائل للمحتاج لا تنهر لا تغلط في الحديث كن مؤدباً مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط كل اللي سويت يروح عليك كم يكره الناس اليوم الداعية المتكبر كم يكره الناس اليوم يمكن داعية وعنده علم كثير لكن ما حد حوله لأنه مختال لأنه فخور لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجله يمكن تسأله ولا يجيبك حتى الناس ما تحب هذا الناس تحب الرجل ولو كان علم أقل لكن متواضع ولهذا أفضل الناس علما وتواضعا من محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك قصة قوم كان يعيشون في اليمن وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتيهم القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبا ما قصة قوم سبا وما حكايتهم اسمعوا إلى قصة قوم سبا ليس سموا سبا؟ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبا وقيل لأنهم أول من سبا من العرب أول من اتخذ طريقة السبي هم وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبا لا يهمون أصر الإسم ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم؟ قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس ذهبوا إليها يتحاكمون إليها أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح قالوا بل سنطيعك مرينا بأمر نأتمر به قل ليش رايش فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا فبنوا سدا عظيما يحجز الماء في أيام المطر يحجز الماء ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات وزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا وإذا بالناس يتشاركون في بنائه ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار لأن الماء موجود طول السنة الآن طول السنة الماء لا ينقص الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة فإذا بالخيرات تزيد وإذا بالمزارع تقوم وإذا بالأشجار تنبت وإذا بالثمار وإذا بالخيرات فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان ثراء وغنى وأموال وخيرات بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات بل كانت المرأة المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات ما تفعل؟ ماذا تفعل المرأة؟ تحمل المكتل على كتفها تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار بس تمشي ماشي تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها في امتلئ المكتل وتخرج يا الله أي خيرات تتساقط على الأرض؟ ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة وما من محصول يفسد جزء منه كل المحاصيل فيها جزء يفسد إلا قوم سبأ أبدا بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغناء وثرا لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا كل الأمم تتكلم عن سبأ جنتان عن يمين وشمال جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات لا ترى إلا الثمار ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا تمشي وتأكل من أي مكان شئت كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب موسى عليه السلام كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل موسى من المقربين إلى الله عز وجل أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم منهم موسى عليه السلام موسى كان يدعو الله فيقول يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة أول رجل فانتظر موسى عليه السلام من سيمر عليه من سيمر عليه فإذا برجل لا يعرفه موسى وهو لا يعرف موسى عليه السلام رجل عادي حال حال الناس تعجب موسى موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء ستكون رجلا مشهورا بصلاحه هذا الرجل مو معروف فتبعه موسى عليه السلام يريد أن يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة يقول فدخل بيتا بيت مفتوح بيت قديم مثل ظل يعني فدخل الرجل وجلس أمام امرأة العجوز وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد امرأة عجوز على الأرض جالسة امرأة كبيرة بالسن فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها يقول فإذا به يشوي اللحم يصنع الطعام ويأتي بالطعام هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها يلقم هذه العجوز في فمها يضع الطعام ثم يسقيها بالماء ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل فم هذه العجوز خرج من بيته الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت فقال هذا الشاب إنها أمي إنها من إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك هذه الأم قال نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وبما تدعو لك هذه الأم قال له تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة فقال له موسى ابشر 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 يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم نعم إنه دعاء الأم أين نحن من أمهاتنا ماذا فعلنا ماذا صنعنا معهم إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من بدعوة أمه ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة لكن بدعوة صادقة من أمه إلزم رجلها إلزم رجلها فثم الجنة وكان يحيى آمرا بالمعروف نأهيا عن المنكر يحيى لا يحاذي ولا يداهن إن كان صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقب من يحيى عليه السلام وسألت الملك أمرا قالت لابن الملك قالت أطلب منك طلبا قال وما هو قالت أن تأتيني برأس يحيى ماذا أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من؟ يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة لفاجرة قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بختر الصر يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمسا وسبعين ألفا حصدهم فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام اسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمطت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر ذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله أخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوم من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون ما الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول له ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعدة الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لازالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين الله عهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمدت دمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدلنا الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيني تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيني لما أبكي لا أدري لما فاضت عيني لا أدري هل ربما هي على ذنوق الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول في سجودي أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف في السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ الإطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل هم أشد الناس بلاء شد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفوا ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على بخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأرد كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن يعلمهما القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد أين محمد إلى الأم ما أسلم فجاءه رجل قال وماذا تريد به قال أريده أخبرني أنه قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك بأمورك أنت قال ماذا تقصد قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد شف أختك أول شف بيتك فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب ذهب واختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لماذا تصنع هذا يا عمر وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره صراع بين الحق والباطل كان داخل صدره صراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة قال ما هذه فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تصنعين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاح قال أعطيني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى ما هذا الكلام ما هذا الكلام بدأ قلب عمر يضطرب بدأ الجوارحه تضطرب بدأ الجلد يقشعر الرحمن الرحمن على العرش استوى وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام ما معنى الرحمن ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين وإذا بخباف خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر قال دلني عليه يا خباب فخباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه وأخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمزة قم قم وانظر من الطارق حمزة قد أسلم فإذا بحمزة ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمزة يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمزة أمام عمر وكلاهما جبلاني في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمزة فإذا بن نبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمزة فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعه فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوث ريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس خبرا؟ قالوا فلان قال يا فلان أخبر الناس بخبر جديد قال ما هو؟ قال أسلمت قال ماذا تقول؟ قال أقول لك ما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أم ما عندهم قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر؟ قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال قال والله لو كنا فيها ثلاثمئة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير تعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جرانه قاطع لرحمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد منه هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره بصة رجل مع زوجته وانظر إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد منا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنياً وغداً فقيراً وربما يكون اليوم فقيراً وغداً غنياً وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيراً رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعيدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطالب ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من الذي عند الباب من الذي عند الباب قامت الزوجة من الطالب قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوعي فقالت الزوجة يعني نعطه بعض الطعام فقال الزوج لا 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 قولي له ليس لدينا شيء عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه لا يريد أن يفرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينه فقال لها الرجل زوجها الغني قال لم تحزنين وما عند الله خير حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لم حزنت يا فلانة ليش انت زعلانه حطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لم حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لمن أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بيت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألموا وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاه موحالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكوا فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يأسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا ردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح لئن شكرتم لأزيدنكم لئن كفرتم إن عذابي لشديد بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنا بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر يقول أما أبي في كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله ألا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لم كل هذا من سوء خلق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان يعني خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجرا فاسقا الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقظنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول هذا الرجل الأخ يقول ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة ما الذي يعطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلا يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا بكى بكاء شديدا يقولون حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساعة من دم ثلاث دعوات المستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيها الأم إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرا فلندعو لهم لنقول اللهم أهدهم الله يصوحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله يلعنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة وفعلا وطأته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندما ولكن لا ينفع الندم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجسنبه يا عبد الله إياكم والدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا على الله عز وجل أن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أبن عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها فأرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد؟ النساء يلبسن حجاب وعباء وقيود ما في راحة ما في حرية ما في بلد عجيبة هذه البلد فلما وصلت التزمت بالعباء قصبا عليه يعني ما هو طيب منها وهي متضايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض جسين واحد أربع شهور وما شافت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض لكن هناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت ليجة لتعالج النساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بكي ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصره غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لما تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتليت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غاية تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فأسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي اسميط حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فائدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 14 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول وفي يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد قال هذا رجل خري الجامعي يقول يريد منك طلبا قلت له ماذا يريد قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحث عن الإذاعة قالوا هذا مركز الإذاعة فجأت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميد فقلت له لم تريد هذه الأغاني طبعا هو يقصد القرآن ما يفهم أن هذا القرآن قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني ليش ما معنى قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني قال إذن ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا قال هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل خذ نسخ من هذا القرآن يقول فاعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن القرآن وما أدراك ما القرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من البروتستانت من النصارى وكانوا لهم يعني مكانة عالية ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالا وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيرا على المسلمين تقولوا أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربعة وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوك أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لما فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بإسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تتزوج أربع نساء ولم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعد للإنسان يكفي فواحده فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجوا الأربع ولا تبالون بنسائكم ونساءكم ليست لهن حرية ولا يلبسن اللباس الذي يردنه ولا يفعلن ما يردنه فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شرك له الذي لم يرد ولم يولد تقول أنا يزداد غيظي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لأن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لابد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى ابن مريم عليهما السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتابي قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب كان يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم هل هؤلاء هم الإرهابيون تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى ابن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كان كاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعدر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحت لي بالجلس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بأصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببته ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا قال نعم أريد أن أتزوج منك أنا غير متزوج وأريد الزواج منك قلت له هل يصح في دينكم هذا قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابية وفي ديننا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لم قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لماذا كل هذا لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيشوا في الغرب هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلوقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعاره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهن بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم أما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقامت دعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتا ولا أما ولا أبا ولا أختا ولا أخا أين لعبتي أين غرفتي أين براءة الطفولة طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافع والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال ما ذنب العجائز ما ذنب الشيوخ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات وحشية لو أنه لا كورآ لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة باتوا أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدم هاهنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردا عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراق على ماذا ينسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراق يحتاجون منا إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مد يد العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول وأثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساوي سح أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيل وكل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول وأخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرت حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا بني تعال فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت أسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتضايقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار اتبعت هذا الصبي أين يذهب يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطينا الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه يقول أخذت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتاب الصغير جزء عمه كان الصبي ويبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي يقول فتحت هذا الكتاب وأخذت وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعدت منها وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخذني شعور شعور غريب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول وفي الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي انحرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجاء أن تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فالصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هداية ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عمه فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتلع عليه بعض الآيات هذا ثمام ابن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا سمع ثمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلا فقيرا كان عبدا حبشيا نجارا كان قصيرا أفطس الأنفي كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا أما هذا الرجل فقد كان مملوكا وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سئل يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني ذاك الذي صيرني إلى ما ترى قالوا كان نجارا قالوا كان خياطا قالوا كان راعيا المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه كان يغرس فيه الحكم يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل وحشها الإيمان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو إن جوت يعني شوفوا الأسلوب في النصيحة الآن يقول ترى الدنيا بحر والبحر هذا أكثر الناس يغرقون تبتنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا واملأ هذه السفينة بالإيمان ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال يا بني نعم يا أبي قال يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال يا بني وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة الرجل أفطس الأنف الرجل الفقير قال لي عمل زهيد قال لي أصلا مملوك يجلس مع ابنه يقول يا بني إن الحكمة أجلسة المساكين مجالس الملوك شوف أنا الفقير اللي ولا شيء شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمعوا الكلام مني بل الملوك استشروني لأن الله أعطاه حكمة عظيمة ولقد آتينا لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة شوف ولهذا سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا أول شيء نصح ابنه كما ذكرت نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد العامين يفطم الرضيع أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صج أعظم ظلم في الأرض الشرك لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطعهما لكن بعدين لا تسبهم لا تشتمهم لا تغلر عليهما فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك لكن عاملهما أحسن معامله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والابن يسأل أباه والأب يعطيه من الحكم والمواعب من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة من الأبن يسأل أباه يقول له يا أبتي نعم يا بني يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس كيف يعلمها الله الله شون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني كيف يعلمها الله جل وعلا فرد الأب على ابنه يا بني يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكو في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شو تقول أنت يا بني الله ما يشوفك والله لو حبة حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب هذا الطفل يسأل كم من الأولاد اليوم ما يدرون يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي يغلق الباب ليفعل ما يفعل ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان في السر والعلن في النور والظلام في الخفية والعلن الله مطلع على سرك ونجواك يا بني من فين يجرس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفاءك أنت أيها العاصي لا لو كانت حبة شوف كيف علمها الله بل ويأتي بها إنها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعلم ما دق من الأمور وما خفي خبير مطلع على كل شيء جل وعلا ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدأ الآن بالعبادات أعظم عبادة شنو الصلاة طبعا أعظم العبادات العملية علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا شوف الأبد اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معاه يعلمه يوري الصلاة يأخذ معاه المسجد يعلمه الركوع السجود يعلمه الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي يتعود الطفل وهو عمر سنتين يقلد أمه شافه تسجد سجد معاه شافه تركع ركع معاه تحببه الأم بالصلاة يحببه الأب بالصلاة فإذا كمل عشر سنوات ثلاث سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة يا بني شوف لقمان ماذا يقول لابنه يا بني أقمي الصلاة ما قال لصلي أقم الصلاة صلي صلاة كاملة خشوع بخضوع تعال مبكر تجهز للصلاة صلي صلاة كاملة يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى ولده العبادات وحد الله استقام إيمانه استقامت عبادته انتقل معه إلى المرحلة الثالثة مو بس أنت علم غيرك علم أصحابك علم الناس أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة أمره بالمعروف أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاء الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أين هم الآن أين أبناؤهم أين الأجيال التي بعدهم أين من ربوا أين تلاميذهم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس أركان الخمس قالوا السادسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر من المعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى لابد أن يؤذى لابد أن تأتيه المصائب والعقبات متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له ما يصير لازم فيه إعداء جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من أنت أحسن من النبي النبي الذي أمر بالمعروف والناس عادته نهى عن المنكر عادته الناس طبيعة البشر ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر شي قل له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك ربما تسب ربما تشتم ربما تضرب ربما تسجن ربما تعذب ربما تجر على الأرض ربما تجلد ربما يسلب مالك ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك لكن اصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب صار الإنسان داعية الداعية شنو يحتاج إليه يحتاج يكون خلوق صار موحد وبروالده صار عابد أد الصلوات والأركان والعبادات صار داعية أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على أذى الناس يحتاج هذا الداعية إلى شي مهم شنو يحتاج يحتاج الأخلاق تبي تنشر دينك بين الناس تبي تنشر دعوتك بين الناس تخليك متواضع لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر كأنك شايف نفسك كأنك مغرور تواضع للفقير للمسكين للسائل للمحتاج لا تنهر لا تغلط في الحديث كن مؤدباً مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط كل اللي سويت يروح عليك كم يكره الناس اليوم الداعية المتكبر كم يكره الناس اليوم يمكن داعية وعنده علم كثير لكن ما حد حوله لأنه مختال لأنه فخور لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجله يمكن تسأل ولا يجيبك حتى الناس لا تحب هذا الناس تحب الرجل ولو كان علمه أقل لكن متواضع ولهذا أفضل الناس علما وتواضعا من محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك قصة قوم كان يعيشون في اليمن وكان هؤلاء الناس عندهم أحيانا يأتيهم القح والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم اسمعوا إلى قصة قوم سبأ ليس سموا سبأ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب أول من اتخذ طريقة السبئ هم وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ لا يهمون أصل الاسم ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس ذهبوا إليها يتحاكمون إليها أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح قالوا بل سنطيعك مرينا بأمر نأتمر به قولي شرايتش فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا فبنوا سدا عظيما يحجز الماء في أيام المضر يحجز الماء ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات وزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا وإذا بالناس يتشاركون في بنائه ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار لأن الماء موجود طول السنة الآن طول السنة الماء لا ينقص الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة فإذا بالخيرات تزيد وإذا بالمزارع تقوم وإذا بالأشجار تنبت وإذا بالثمار وإذا بالخيرات فإذا بقوم سبع إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان ثراء وغنى وأموال وخيرات بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات بل كانت المرأة المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات ما تفعل ماذا تفعل المرأة تحمل المكتل على كتفها تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار بس تمشي ماشي تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها في امتلئ المكتل وتخرج يا الله أي خيرات تتساقط على الأرض ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة وما من محصول يفسد جزء منه كل المحاصيل فيها جزء يفسد إلا قوم سبع أبدا بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغناء وثراع لقد كان لسبع في مسكنهم آية آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا كل الأمم تتكلم عن سبع جنتان عن يمين وشمال جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات لا ترى إلا الثمار ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا تمشي وتأكل من أي مكان شئت كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب موسى عليه السلام كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل موسى من المقربين إلى الله عز وجل أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم منهم موسى عليه السلام موسى كان يدعو الله فيقول يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة أول رجل فانتظر موسى عليه السلام من سيمر عليك من سيمر عليك فإذا برجل لا يعرفه موسى وهو لا يعرف موسى عليه السلام رجل عادي حال حال الناس تعجب موسى موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء ستكون رجلا مشهورا بصلاحه هذا الرجل مو معروف فتبعه موسى عليه السلام يبي يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة يقول فدخل بيتا بيت مفتوح بيت قديم مثل ظل يعني فدخل الرجل وجلس أمام امرأة العجوز وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد امرأة عجوز على الأرض جالسة امرأة كبيرة بالسن فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها يقول فإذا به يشوي اللحم يسمع الطعام ويأتي بالطعام هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها يلقم هذه العجوز في فمها يضع الطعام ثم يسقيها بالماء ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل فم هذه العجوز خرج من بيته الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت فقال هذا الشاب إنها أمي إنها من؟ إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك هذه الأم؟ قال نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وبما تدعو لك هذه الأم؟ قال له تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة فقال له موسى أبشر أبشر يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل لهما كما ربياني صغيرا نعم نعم إنه دعاء الأم أين نحن من أمهاتنا ماذا فعلنا ماذا صنعنا معهم إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من؟ بدعوة أمه ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة لكن بدعوة صادقة من أمه إلزم رجلها إلزم رجلها فثم الجنة وكان يحيى آمرا بالمعروف نأهيا عن المنكر يحيى لا يحاذ ولا يداهن إن كان صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقب من يحيى عليه السلام وسألت الملك أمرا قالت لابن الملك قالت أطلب منك طلبا قال وما هو قالت أن تأتيني برأس يحيى ماذا؟ أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من؟ يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة لفاجرة قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بختر الصر يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمسا وسبعين ألفا حصدهم فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام اسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمطت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر ذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله وأخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوما من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون ما الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول له ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعدة الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرنا مجالس الذكر ويذكرنا الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لا زالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين العهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمدت دمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدن الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي لما أبكي لا أدري لما فاضت عيناي لا أدري هل ربما هي على ذنوقي الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا وأتحسبونه هينا وأتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول في سجود أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف في السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ الإطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل لهم أشد الناس بلاء أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق؟ إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة أسلمت رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على بخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه بن الأردت كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهم القرآن يعلمهم القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد؟ أين محمد؟ إلى الأن ما أسلم؟ فجاءه رجل قال وماذا تريد به؟ قال أريده أخبرني أنه هو قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك بأمورك أنت قال ماذا تقصد؟ قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول؟ كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد؟ شف أختك أول شف بيتك فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب ذهب واختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر؟ فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لماذا تسمع هذا يا عمر؟ وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره صراع بين الحق والباطل كان داخل صدره صراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أختي فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة قال ما هذه؟ فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تسمعين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاح قال أعطيني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ بدأ قلب عمر يضطرب بدأ الجوارحه تضطرب بدأ الجلد يقشعر الرحمن الرحمن على العرش استوى وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام ما معنى الرحمن؟ ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين وإذا بخباب خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد؟ قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر؟ قال دلني عليه يا خباب فخاف خباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه وأخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمزة قم قم منظر من الطالق حمزة قد أسلم فإذا بحمزة ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمزة يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمزة أمام عمر وكلاهما جبلاني في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمزة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمزة فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأنصيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس خبرا قالوا فلان قال يا فلان أخبر الناس بخبر جديد قال ما هو قال أسلمت قال ماذا تقول قال أقول لكما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أم ما عندهم قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال قال والله لو كنا فيها ثلاثمائة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير التعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جرانه قاطع لرحيمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد منه هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره بصة رجل مع زوجته وانظر إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد منه إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيرا رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعيدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطالق ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من الذي عند الباب من الذي عند الباب قامت الزوجة من الطالق قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوع فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام فقال الزوج لا 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 قولي له ليس لدينا شيء عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه لا يريد أن يفرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال أعطيه قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وعطته الطعام ورجعت حزينه فقال لها الرجل زوجها الغني قال لم تحزنين وما عند الله خير حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لم حزنت يا فلان ليش انتزع لانا حطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لم حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لم من أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بالتطاويا على الجوع كشحا والحشا يتألموا وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكوا فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يأسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنا بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر يقول أما أبي في كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله أن لا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لما كل هذا؟ من سوء خلق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان يعني خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجرا فاسقا الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقظنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول هذا الرجل الأخ يقول ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة ما الذي يعطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلا يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا بكى بكاء شديدا يقول حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساعة من دم ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيها الأم إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرة فلندعو لهم لنقول اللهم أهدهم الله يصحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله العنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله انتطأك عجلة سيارة وفعلا وطئته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندما ولكن لا ينفع الندم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجتنبه يا عبد الله إياكم والدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا على الله عز وجل أن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أبا عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجد شيء يعني غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد النساء يلبسن حجاب وعباء وقيود وإحنا ما في راحة ما في حرية ما في إحنا بلد عجيبة هذه البلد فلما وصلت التزمت بالعباء قصبا عليه يعني ما هو طيب منها وهي متغايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض الجسين واحد أربع شهور وما شفت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض لاكر هناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت ليجل تعالج النساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجنسية لكنها ما وجدت شيئا مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بك ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصر غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لم تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتليت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غاية تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي اسميط حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فأيدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 14 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح اللذاء نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول وفي يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد قال هذا رجل خريد جامعي يقول يريد منك طلبا نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحثوا عن الإذاعة قالوا هذا مركز الإذاعة فجئت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميد فقلت له لم تريد هذه الأغاني طبعا هو يقصد القرآن ما يفهم أن هذا القرآن قلت له يقول سميد قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني ليش قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني قال إذن ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل خذ نسخ من هذا القرآن يقول فاعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافراً وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام القرآن القرآن وما أدراك بالقرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلاً دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعاً خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من بروتستانت من النصارى وكانوا لهم مكان عالي ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالاً وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاماً يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاماً بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيراً على المسلمين تقول أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربع وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوك أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لما فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بأسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تزوج أربع نساء ولم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعدل الإنسان يكفي فواحده فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربع ولا تبالون بنسائكم ونساءكم ليست لهن حرية ولا يلبسنا اللباس الذي يردنه ولا يفعلنا ما يردنا فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شرك له الذي لم يلد ولم يولد تقول أنا يزداد غيظي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لأن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لا بد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى بن مريم عليهما السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتابي قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب كان يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم هل هؤلاء هم الإرهابيون تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى بن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كان كاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعدر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحتي بالجلوس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بأصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببته ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك أنا غير متزوج وأريد الزواج منك قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابية وفي ديننا لا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لما قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيش في الغرب؟ هل لا عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة؟ للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعاره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهنى بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم أما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقامت دعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتاً ولا أمّاً ولا أباً ولا أختاً ولا أخاً أين لعبتي؟ أين غرفتي؟ أين براءة الطفولة؟ طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافر والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال؟ ما ذنب العجائز؟ ما ذنب الشيوخ؟ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد؟ يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات؟ وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات وحشية لو أن هولاك رأى لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة بات أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدم هاهنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردى عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراء على ماذا ينسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراء يحتاجون منا إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مدية العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول وأثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساوي سح أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيل وكل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول أخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا بني تعالي فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت قسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتا ضيقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار اتبعت هذا الصبي أين يذهب يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطني الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخدت منه الكتاب رغما عنه يقول أخدت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتاب الصغير جز عم كان الصبي يبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي يقول فتحت هذا الكتاب وأخدت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعت منها وهذه الجملة أخدت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخذني شعور شعور غريب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول في الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي انحرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجاء تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هداية ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عمه فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتلع عليه بعض الآيات هذا ثمام ابن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا سمع ثمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلا فقيرا كان عبدا حبشيا نجارا كان قصيرا أفطس الأنفي كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا أما هذا الرجل فقد كان مملوكا وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سئل يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة فقال لمن سأله قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني ذاك الذي صيرني إلى ما ترى قالوا كان نجارا قالوا كان خياطا قالوا كان راعيا المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه كان يغرس فيه الحكم يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل وحشها الإيمان بالله تعالى وشرعها التوكل على الله لعلك تنجو إن جوت يعني شوف الأسلوب في النصيحة الآن يقول ترى الدنيا بحر والبحر هذا أكثر الناس يغرقون تبي تنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا واملأ هذه السفينة بالإيمان ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا يوم من الأيام أيضا جلس مع ابنه فقال يا بني نعم يا أبي قال يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا ويوم من الأيام جلس مع ابنه فقال يا بني وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة الرجل أفطس الأنف الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملوك يجلس مع ابنه يقول يا بني إن الحكمة أجلسة المساكين مجالس الملوك شوف أنا الفقير اللي ولا شيء شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمعوا الكلام مني بل الملوك استشروني لأن الله أعطاه حكمة عظيمة ولقد آتينا لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة شوف ولهذا سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا أول شيء نصح ابنه كما ذكرت نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد العامين يفطم الرضيع أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صج أعظم ظلم في الأرض الشرك لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيحهما لكن بعدين لا تسبهم لا تشتمهم لا تغلر عليهما فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك لكن عاملهما أحسن معامله وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والابن يسأل أباه والأب يعطيه من الحكم والمواعب من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة من الأبن يسأل أباه يقول له يا أبتي نعم يا بني يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس كيف يعلمها الله الله شون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني كيف يعلمها الله جل وعلا فرد الأب على ابنه يا بني يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردل إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شو تقول أنت يا بني الله ما يشوفك والله لو حبة حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب هذا الطفل يسأل كم من الأولاد اليوم ما يدرون يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي يغلق الباب ليفعل ما يفعل ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان في السر والعلن في النور والظلام في الخفية والعلن الله مطلع على سرك ونجواك يا بني من فين يجلس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفاءك أنت أيها العاصي لا لو كانت حبة شوف كيف يعلمها الله بل ويأتي بها إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعلم ما دق من الأمور ما خفيه خبير مطلع على كل شيء جل وعلا ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدأ الآن بالعبادات أعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا أعظم العبادات العملية علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا شوف الأبد اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معاه يعلمه يوري الصلاة يأخذ معاه المسجد يعلمه الركوع السجود يعلم الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي يتعود الطفل وهو عمره سنتين يقلد أمه شافه تسجد سجد معاه شافه تركع ركع معاه تحببه الأم بالصلاة يحببه الأب بالصلاة فإذا كمل عشر سنوات ثلاث سنوات من التعليم عنت عليه حتى يلزمه بالصلاة يا بني شوف لقمان ماذا يقول لابنه يا بني أقمي الصلاة ما قال صلي أقم الصلاة صلي صلاة كاملة خشوع بخضوع تعال مبكر تجهز للصلاة صلي صلاة كاملة يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى ولده العبادات وحد الله استقام إيمانه استقامت عبادته انتقل معه إلى المرحلة الثالثة مو بس أنت علم غيرك علم أصحابك علم الناس أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاء الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أين هم الآن أين أبناؤهم أين الأجيال التي بعدهم أين من ربوا أين تلاميذهم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس أركان الخمس قالوا السادسة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر من المعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى لابد أن يؤذى لابد أن تأتيه المصائب والعقبات متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له ما يصير لازم فيه إعداء جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين تمنت أحسن من النبي النبي الذي أمر بالمعروف الناس عادته نهى عن المنكر عادته الناس طبيعة البشر ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك ربما تسب ربما تشتم ربما تضرب ربما تسجن ربما تعذب ربما تجر على الأرض ربما تجلد ربما يسلب مالك ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك لكن اصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب صار الإنسان داعية الداعية شنو يحتاج إليه يحتاج يكون خلوق صار موحد وبروالده صار عابد قد الصلوات والأركان والعبادات صار داعية أمر بالمعروف إنهى المنكر ويصبر على أذى الناس يحتاج هذا الداعية إلى شيء مهم شنو يحتاج يحتاج إلى أخلاق تبي تنشر دينك بين الناس تبي تنشر دعوتك بين الناس تخليك متواضع لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر كأنك شايف نفسك كأنك مغرور تواضع للفقير للمسكين للسائل للمحتاج لا تنهر لا تغلط في الحديث كن مؤدباً مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس لا تصعر لا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لأنك لو كنت مختال فخور الناس تحب الرجل ولو كان علماً أقل لكن متواضع ولهذا أفضل الناس علماً وتواضعاً من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك قصة قوم كان يعيشون في اليمن وكان هؤلاء الناس عندهم أحياناً يأتيهم القح والمجاعة ويتقاتل الناس على المياح وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم اسمعوا إلى قصة قوم سبأ ليس سموا سبأ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب أول من اتخذ طريقة السبأ هم وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ لا يهمون أصل الإسم ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياح فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة امرأة من أشدهم عقلا اسمها بلقيس ذهبوا إليها يتحاكمون إليها أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياح ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح قالوا بل سنطيعك مرينا بأمر نأتمر به قل ليش رايش فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سدا فبنوا سدا عظيما يحجز الماء في أيام المطر يحجز الماء ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات وزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق ففعلوا وبنوا سدا عظيما كبيرا وإذا بالناس يتشاركون في بنائه ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار لأن الماء موجود طول السنة الآن طول السنة الماء لا ينقص الماء يحبز في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة فإذا بالخيرات تزيد وإذا بالمزارع تقوم وإذا بالأشجار تنبت وإذا بالثمار وإذا بالخيرات فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان ثراء وغنى وأموال وخيرات بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات بل كانت المرأة المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات ما تفعل ماذا تفعل المرأة تحمل المكتل على كتفها تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار بس تمشي تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها في امتلئ المكتل وتخرج يا الله أي خيرات تتساقط على الأرض ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة وما من محصول يفسد جزء منه كل المحاصيل فيها جزء يفسد إلا قوم سبع أبداً بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغناء وثراء لقد كان لسبع في مسكنهم آية آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا كل الأمم تتكلم عن سبع جنتان عن يمين وشمال جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات لا ترى إلا الثمار ما تحتاج في سفرك أن تحمل زاداً تمشي وتأكل من أي مكان شئت كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب موسى عليه السلام كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل موسى من المقربين إلى الله عز وجل أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم منهم موسى عليه السلام موسى كان يدعو الله فيقول يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة أول رجل فانتظر موسى عليه السلام من سيمر عليه من سيمر عليه فإذا برجل لا يعرفه موسى وهو لا يعرفه موسى عليه السلام رجل عادي حال حال الناس تعجب موسى موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء ستكون رجلا مشهورا بصلاحه هذا الرجل مو معروف فتبعه موسى عليه السلام يريد أن يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة يقول فدخل بيتا بيت مفتوه بيت قديم مثل ظل يعني فدخل الرجل وجلس أمام امرأة العجوز وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد امرأة عجوز على الأرض جالسة امرأة كبيرة بالسن فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها يقول فإذا به يشوي اللحم يصنع الطعام ويأتي بالطعام هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها يلقم هذه العجوز في فمها يضع الطعام ثم يسقيها بالماء ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل فم هذه العجوز خرج من بيته الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت فقال هذا الشاب إنها أمي إنها من إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك هذه الأم قال نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وبما تدعو لك هذه الأم قال له تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة فقال له موسى أبشر أبشر يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة وقضى ربك ألا لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم نعم إنه دعاء الأم أين نحن من أمهاتنا ماذا فعلنا ماذا صنعنا معهن إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من بدعوة أمه ربما الإنسان يصل طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة لكن بدعوة صادقة من أمه إلزم رجلها إلزم رجلها فثم الجنة وكان يحيى آمرا بالمعروف نأهيا عن المنكر يحيى لا يحاذي ولا يداهن إن كان صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقب من يحيى عليه السلام وسألت الملك أمرا قالت لابن الملك قالت أطلب منك طلبا قال وما هو قالت أن تأتيني برأس يحيى ماذا أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من؟ رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة لفاجرة قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بخت رصر يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمسا وسبعين ألفا حصدهم فلا تحسب الله فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز ذو انتقام اسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمطت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر ذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله وأخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوم من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون ما الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائفة الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول له ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعدة الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرن مجالس الذكر ويذكرن الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لا زالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين الله عهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمدت دمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدلنا الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي لما أبكي لا أدري لما فاضت عيناي لا أدري هل ربما هي على ذنوب الكثيرة والمعاصي التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا وأتحسبونه هينا وأتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول في سجود أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس ويلك ويلك لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن انبعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ لطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل لهم أشد الناس بلاء شد الناس بلاء من الأمبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما زاد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما أفكلما جاءكم رسول أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة أسلمت رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على بخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأردت كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهما القرآن يعلمهما القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد؟ أين محمد؟ إلى الأم ما أسلم فجاءه رجل قال وماذا تريد به؟ قال أريدهم أخبرني أن هو قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك بأمورك أنت قال ماذا تقصد؟ قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول؟ كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد؟ شف أختك أول شف بيتك فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب ذهب اختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر؟ فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لم تصنع هذا يا عمر؟ وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره صراع بين الحق والباطل كان داخل صدره صراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أختي فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة قال ما هذه؟ فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تسمعين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولس بطاح قال أعطيني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ بدأ قلب عمر يضطرب بدأ الجوارحه تضطرب بدأ الجلد يقشعر الرحمن الرحمن على العرش استوى وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام ما معنى الرحمن؟ ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين وإذا بخباف خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد؟ قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر؟ قال دلني عليه يا خباب فخاف خباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه وأخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمزة قم قم منظر من الطالق حمزة قد أسلم فإذا بحمزة ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمزة يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمزة أمام عمر وكلاهما جبلاني في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمزة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمزة فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثروا الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوث ريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من؟ إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس خبرا قالوا فلان قال يا فلان أخبر الناس بخبر جديد قال ما هو قال أسلمت قال ماذا تقول قال أقول لكما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أم ما عندهم قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمرا من الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر من الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال قال والله لو كنا فيها ثلاثمئة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير التعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جرانه قاطع لرحمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد منه هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره بصة رجل مع زوجته وانظروا إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد منه إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيرا رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعيدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطالق؟ ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من الذي عند الباب من الذي عند الباب؟ قامت الزوجة؟ من الطالق؟ من الطالق؟ قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوعي فقالت الزوجة يعني نعطيه بعض الطعام فقال الزوج لا 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 قولي له ليس لدينا شيء يعني عندنا عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه لا يريد أن يفرك شيئا من طعامه الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرده اطرده دعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال أعطيه قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينه فقال فقال لها الرجل زوجها الغني قال لما تحزنين وما عند الله خير حزنت لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لما حزنت يا فلان ليش انتزع لنا حطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لما حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لمن أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بيت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء يأسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح لإن شكرتم لإن شكرتم لأزيدنكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد بل إن الله عز وجل يعطي المنفق خلفا ويعطي الممسك تلفا كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنى بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحق في بلد آخر يقول أما أبي ففي كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله أن لا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لما كل هذا؟ من سوء خلق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجرا فاسقا الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقظنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول هذا الرجل الأخ يقول ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة يعني عطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذته فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلا يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا بكى بكاء شديدا يقول حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساع ثمن دم ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيها الأم إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرا فلندعو لهم لنقول اللهم أهدهم الله يصحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله يلعنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله انتطأك عجلة سيارة وفعلا وطئته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندما ولكن لا ينفع الندم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجتنبه يا عبد الله إياكم الدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا على الله عز وجل لأن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أبا عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجدت شيء يعني غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد أني سيلبسن حجاب وعباء وقيود ما في راحة ما في حرية ما في بلد عجيبة هذه البلد فلما وصلت التزمت بالعباء قصبا عليه ما هو طيب منها وهي متغايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض الجسين واحد أربع شهور وما شافت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يوميا عشرات الأمراض لكن هناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت ليجة لتعالج النساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجسية لكنها ما وجدت شيئا مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بك ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصر غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لماذا تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتليت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غاية تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي أسميض حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه كنا إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فأيدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 14 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح الإذاعة نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول وفي يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد؟ قال هذا رجل خريت جامعي يقول يريد منك طلبا قلت له ماذا يريد؟ قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا؟ أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحثوا عن الإذاعة قالوا هذا مركز الإذاعة فجئت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميت فقلت له لم تريد هذه الأغاني طبعا يقصد القرآن ما يفهم أن هذا القرآن قلت له يقول سميت قلت له وماذا تريد بهذه الأغاني ليش ما معنى قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني قال إذن ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا؟ قال هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل خذ نسخ من هذا القرآن يقول فاعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون؟ قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن القرآن وما أدراك بالقرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من البروتستانت من النصارى وكانوا لهم مكانة عالية ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالا وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيرا على المسلمين تقول وأشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربع وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوك أخبر الطباخ ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لماذا فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بإسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تزوج أربع نساء ولم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعدل الإنسان يكفي فواحدة فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربع ولا تبالون بنسائكم ونسائكم ليست لهن حرية ولا يلبسن اللباس الذي يردنه ولا يفعلن ما يردن فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شرك له الذي لم يرد ولم يولد تقول أنا يزداد غيظي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لأن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لابد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى بن مريم عليهم السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتابي قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشام كان يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم هل هؤلاء هم الإرهابيون تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى بن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كان كاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعدر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحتي بالجلس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بي وصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببته ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا قال نعم أريد أن أتزوج منك أنا غير متزوج وأريد الزواج منك قلت له هل يصح في دينكم هذا قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابية وفي ديننا لا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لما قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لماذا كل هذا لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيشوا في الغرب هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلوقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعائره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهن بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم عما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقامت دعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتا ولا أم ولا أب ولا أخت ولا أخ أين لعبتي أين غرفتي أين براءة الطفولة طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافع والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال ما ذنب العجائز ما ذنب الشيوخ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات وحشية لو أنه لا كرآ لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة باتوا أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عرات فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قسات ماذا يفيد الدمع والدم هاهنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أو هكذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردا عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراء على ماذا يمسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والدي فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراء يحتاجون منا إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مد يد العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليها السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول وأثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساويسة أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيل وكل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول وأخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا ابني تعال فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت قسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتا ضايقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار تبعت هذا الصبي أين يذهب؟ يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطني الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه يقول أخذت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتيب الصغير جزء عم كان الصبي يبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي يقول فتحت هذا الكتاب وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعدت منها وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخذني شعور شعور غريب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول وفي الكنيسة بعد أيام في يوم أحد من أحد الأيام جاءتني امرأة تعض أصابع الندم تقول لي إن حرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجاء تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هدايتي ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عمه فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتل عليه بعض الآيات هذا ثمام ابن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا سمع ثمامة الآيات تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلا فقيرا كان عبدا حبشيا نجارا كان قصيرا أفطس الأنف كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا أما هذا الرجل فقد كان مملوكا وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سئل يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة فقال لمن سأله قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمي ضيفي وحفظي جاري وتركي ما لا يعنيني ذاك الذي صيرني إلى ما ترى قالوا كان نجارا قالوا كان خياطا قالوا كان راعيا المهم لم يكن رجلا غنيا ثريا ولكنه مع هذا أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة وكان لقمان كثيرا ما كان يجلس مع ابنه كان يغرس فيه الحكم يوم من الأيام جلس مع ابنه فقال له يا بني يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل وحشها الإيمان بالله تعالى وشراعها التوكل على الله لعلك تنجو إن جوت يعني شوفوا الأسلوب في النصيحة الآن يقول ترى الدنيا بحر والبحر هذا أكثر الناس يغرقون تبتنجو سفينتك في هذا البحر تقوى الله جل وعلا واملأ هذه السفينة بالإيمان ولن يحرك هذه السفينة إلا الشراع الذي فيه وهو التوكل على الله جل وعلا يوم من الأيام إيضا جلس مع ابنيه فقال يا بني نعم يا أبي قال يا بني بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا ويوم من الأيام جلس مع ابنيه فقال يا بني وكان أشوف الرجل الآن الفقير أسود البشرة الرجل أفطس الأنف الرجل الفقير اللي عمل زهيد واللي أصلا مملك يجلس مع ابنه يقول يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك شوف أنا الفقير اللي ولا شيء شوف الناس تأتي إلي وتسألني وتسمعوا الكلام مني بل الملوك استشروني لأن الله أعطاه حكمة عظيمة ولقد آتينا لقمان الحكمة شوف لهذا سمي لقمان الحكيم عبد صالح يرجو ثواب الله جل وعلا أول شيء نصح ابنه كما ذكرت نصحه بالتوحيد وحذره من الشرك بعد التوحيد بدأ يذكره ببر الوالدين ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين بعد العامين يفطم الرضيع أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم صج أعظم ظلم في الأرض الشرك لكن لو أبوك أو أمك أجبراك على أن تشرك بي فلا تطيعهما لكن بعدين لا تسبهم لا تشتمهم لا تغلر عليهما فيبقى هذا أبوك وتبقى هذه أمك لو أجبرتك على أن تشرك بي لا تشرك لكن عاملهما أحسن معاملة وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والابن يسأل أباه والأب يعطيه من الحكم والمواعب من الآن يجلس مع أولاده ينصحهم ويذكرهم ويربيهم من يجلس مع أولاده يعلمهم قضية الشرك وأنواع الشرك ويحذرهم منها يجلس مع أولاده يعلمهم التوحيد والسنة من الأبن يسأل أباه يقول له يا أبتي نعم يا بني يا أبتي أرأيت إن عملت خطيئة ومعصية لا يراني فيها أحد من الناس كيف يعلمها الله الله شون يعرف أن أغلق على نفسي باب أو أجلس تحت في مكان مظلم أو أفعل معصية ما في أحد يراني كيف يعلمها الله جل وعلا فرد الأب على ابنه يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شو تقول أنت يا بني الله ما يشوفك والله لو حبة حبة من خردل لو تكون مدسوسة داخل صخرة صماء أو في الفضاء الواسع الفسيح في الكون هذا في السماء رميت هذه الحبة أو أدخلت في سابع أرض في الأرض فإن الله عز وجل سيأتي بها تقول لي معصية في ظلام أو تغلق على نفسك الباب هذا الطفل يسأل كم من الأولاد اليوم ما يدرون يختفي وراء أمه وأباه ويفعل المعاصي والذنوب يسافر ليرتكب الذنوب والمعاصي يغلق الباب ليفعل ما يفعل ما غرس الأب في قلب ابنه أن الله عز وجل مطلع عليك في كل مكان في السر والعلن في النور والظلام في الخفية والعلن الله مطلع على سرك ونجواك يا بني من فينا يجرس مع أولاده يغرس فيهم هذه العقيدة وهذا الإيمان يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل يعني كمثال يضربه الآن بدل المعصية والذنب أو اختفاءك أنت أيها العاصي لا لو كانت حبة شوف كيف علمها الله بل ويأتي بها إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير لطيف يعلم ما دق من الأمور وما خفي خبير مطلع على كل شيء جل وعلا ثم أخذ ينصحه بعد التوحيد وبر الوالدين وسأله ابنه في العقيدة في الإيمان بالله بدأ الآن بالعبادات أعظم عبادة شنو؟ الصلاة طبعا أعظم العبادات العملية علموا أبناءكم الصلاة إذا بلغوا سبعا شوف الأبد اللي من يوم كمل ولده سبع سنوات قمرية بدأ معاه يعلمه يوري الصلاة يأخذ معاه المسجد يعلمه الركوع السجود يعلمه الأذكار قبل ما يكمل سبع سنوات بحفظه علشان أول ما يبدأ بالسبع يصلي يتعود الطفل وهو عمره سنتين يقلد أمه شافه تسجد سجد معاه شافه تركع ركع معاه تحببه الأم بالصلاة يحببه الأب بالصلاة فإذا كمل عشر سنوات ثلاث سنوات من التعليم عنف عليه حتى يلزمه بالصلاة يا بني شوف لقمان ماذا يقول لابنه يا بني أقمي الصلاة ما قال صلي أقمي الصلاة صلي صلاة كاملة خشوع بخضوع تعال مبكر تجهز للصلاة صلي صلاة كاملة يعلم ولده الصغير الصلاة بعد ما أدى ولده العبادات وحد الله استقام إيمانه استقامت عبادته انتقل معه إلى المرحلة الثالثة مو بس أنت علم غيرك علم أصحابك علم الناس أي واحد تشوفه مقصر بالعبادة مره بالمعروف أي واحد تشوفه يفعل منكر لا تتركه ترى هذا ولد صغير يعلمه أبوه منذ نعومة أظفاره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يا حسرة على الرجال وأسف على الدعاء الذين كانوا يبلغون دين الله وينشرونه في الأرض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أين هم الآن أين أبناؤهم أين الأجيال التي بعدهم أين من ربوا أين تلاميذهم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذه يقول بعض أهل العلم الركن السادس في الإسلام بعد العبادات الخمس أركان الخمس قالوا السادسة الأمر بالمعروف أنهى عن المنكر مرأ منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أن الواحد يشوف المنكر ما يقدر يغيره ولا يتكلم يطلع ما يجلس في هذا المكان يعلم لقمان لأنه حكيم أن كل آمر من المعروف ناهي عن المنكر لابد أن يبتلى لابد أن يؤذى لابد أن تأتيه المصائب والعقبات متأكد لقمان ما يصير واحد آمر وناهي والناس تصفق له والناس تضحك له ما يصير لازم فيه إعداء جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين من أنت أحسن من النبي النبي الذي أمر بالمعروف والناس عادته نهى عن المنكر عادته الناس طبيعة البشر ولهذا أخذ يهيئ الآن ابنه لهذه المرحلة بعد ما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر شي قل له وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك ربما تسب ربما تشتم ربما تضرب ربما تسجن ربما تعذب ربما تجر على الأرض ربما تجلد ربما يسلب مالك ربما يعذب أو تعذب في أقرب الناس إليك لكن اصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور طيب صار الإنسان داعية الداعية شنو يحتاج له يحتاج يكون خلوق صار موحد وبروالده صار عابد قد الصلوات والأركان والعبادات صار داعية أمر بالمعروف انهى المنكر ويصبر على أذى الناس يحتاج هذا الداعية إلى شي مهم شنو يحتاج؟ يحتاج الأخلاق تبي تنشر دينك بين الناس تبي تنشر دعوتك بين الناس خلك متواضع لا توخر عن الناس وهم محتاجين لك لا تلتفت بوجهك وتلف وجهك عنهم كأنك متكبر كأنك شايف نفسك كأنك مغرور تواضع للفقير للمسكين للسائل للمحتاج لا تنهر لا تغلط في الحديث كن مؤدباً مع الناس لأنك تبلغ دين الله حتى يحبك الناس ولا تصعر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لأنك لو كنت مختال فخور ربما كل أعمالك السابقة تحبط كل اللي سويت يروح عليك كم يكره الناس اليوم الداعية المتكبر كم يكره الناس اليوم يمكن داعية وعنده علم كثير لكن ما حد حوله لأنه مختال لأنه فخور لأنه يكلمهم من أبراج عاجيح لأنه قاعد ينظر للناس كأنهم كلهم تحته وتحت رجلح يمكن تسأل ولا يجيبك حتى الناس لا تحب هذا الناس تحب الرجل ولو كان علمه أقل لكن متواضع ولهذا أفضل الناس علماً وتواضعاً من؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك قصة قوم كان يعيشون في اليمن وكان هؤلاء الناس عندهم أحياناً يأتيهم القحط والمجاعة ويتقاتل الناس على المياه وهذه المدينة أو هذه القرية سميت قرية سبأ ما قصة قوم سبأ وما حكايتهم اسمعوا إلى قصة قوم سبأ ليس سموا سبأ؟ قيل لأن رجل من أجدادهم اسمه سبأ وقيل لأنهم أول من سبأ من العرب أول من اتخذ طريقة السبي هم وقيل نسبة لرجل من أجدادهم اسمه سبأ لا يهمون أصل الاسم ولكن اسمعوا لقصتهم وماذا حدث لهم؟ قيل أنهم كانوا يتقاتلون على المياه فذهبوا بعد أن اقتتلوا إلى امرأة عاقلة امرأة من أشدهم عقلاً اسمها بلقيس ذهبوا إليها يتحاكمون إليها أي بعد أن اقتتلوا وفعلوا ما فعلوا على المياه ذهبوا إلى بلقيس فقالت لهم إنكم لا تطيعوني أي حتى لو أمرتكم بأمر أو نصحتكم بنصيحة ما راح تطيعوني ليش أنا أتعب نفسي وليش أقول لكم ما راح قالوا بل سنطيعك مرينا بأمر نأتمر به قولي شرايك فإذا بها تأمرهم أن يبنوا بمجرى المياه سداً فبنوا سداً عظيماً يحجز الماء في أيام المطر يحجز الماء ثم من هذا السد تخرج بعض الفتحات ووزع الماء على كل الوديان وعلى كل المناطق ففعلوا وبنوا سداً عظيماً كبيراً وإذا بالناس يتشاركون في بنائه ولما بنوا هذا السد إذا بهم يزرعون الزروع وتكثر الخيرات وتكثر الثمار لأن الماء موجود طول السنة الآن طول السنة الماء لا ينقص الماء يحبس في مكان وينشر الماء ويوزع طول السنة فإذا بالخيرات تزيد وإذا بالمزارع تقوم وإذا بالأشجار تنبت وإذا بالثمار وإذا بالخيرات فإذا بقوم سبأ إذا بهم يكونون أغنى أمة في ذلك الزمان ثراء وغنى وأموال وخيرات بل كان الناس يأتون من بلاد بعيدة يأخذون منهم الثمار والخيرات بل كانت المرأة المرأة لا تحتاج أن تشتري ثمار ولا تشتري بعض الخضروات ما تفعل؟ ماذا تفعل المرأة؟ تحمل المكتل على كتفها تحمل المكتل وتمشي تحت الأشجار بس تمشي ماشي تمشي تحت الأشجار تتساقط الثمار على مكتلها فيمتلئ المكتل وتخرج يا الله أي خيرات تتساقط على الأرض ما من شجرة تخرج منها نبتة فاسدة وما من محصول يفسد جزء منه كل المحاصيل فيها جزء يفسد إلا قوم سبأ أبدا بلدة طيبة كلها خيرات وثمار وغنى وثرى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية آية باهرة وعلامة على قدرة الله جل وعلا كل الأمم تتكلم عن سبأ جنتان عن يمين وشمال جنة جهة اليمين وجنة جهة الشمال تنظر منها هنا جنة وتنظر منها هنا جنة يعني في كل مكان تذهب وتسير أيام لا ترى إلا الخيرات لا ترى إلا الثمار ما تحتاج في سفرك أن تحمل زادا تمشي وتأكل من أي مكان شئت كلوا من رزق ربكم واشكروا له كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة بلدة طيبة ورب غفور اسمع إلى هذه القصة وهذا الموقف العجيب موسى عليه السلام كليم الله موسى من أولي العزم من الرسل موسى من المقربين إلى الله عز وجل أفضل خمسة من البشر هم أولي العزم منهم موسى عليه السلام موسى كان يدعو الله فيقول يا رب يا رب أرني رفيقي في الجنة أريد أن أعرف من سيرافقني في الجنة فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى أول رجل يمر عليك هو رفيقك في الجنة أول رجل فانتظر موسى عليه السلام من سيمر علي من سيمر علي فإذا برجل لا يعرفه موسى وهو لا يعرفه موسى عليه السلام رجل عادي حال حال الناس تعجب موسى موسى ظن أن الإجابة ستكون نبي من الأنبياء ستكون رجلا مشهورا بصلاحه هذا الرجل مو معروف فتبعه موسى عليه السلام يبي يشوف ليش هذا صار رفيقي في الجنة يقول فدخل بيتا بيت مفتوح بيت قديم مثل ظل يعني فدخل الرجل وجلس أمام امرأة العجوز وموسى عليه السلام يرقبه من بعيد امرأة عجوز على الأرض جالسة امرأة كبيرة بالسن فدخل هذا الشاب إليها وسلم عليها يقول فإذا به يشوي اللحم يسمع الطعام ويأتي بالطعام هو الذي جاء بالطعام فصنعه وشوى اللحم ووضع الطعام بالقرب منها وجاء بالماء ثم أخذ الطعام وأخذ يلقمها في فمها يلقم هذه العجوز في فمها يضع الطعام ثم يسقيها بالماء ثم بعد أن رتب البيت ونظف البيت وغسل ثم هذه العجوز خرج من بيته الرجل لا يعلم أن هذا موسى عليه السلام فسلم عليه موسى فقال له يا فلان من هذه العجوز التي دخلت عندها وأطعمتها الطعام وسقيتها الشراب وغسلتها وفعلت فقال هذا الشاب إنها أمي إنها من إنها أمي فقال موسى عليه السلام وهل تدعو لك هذه الأم قال نعم تدعو لي كثيرا لكنها لها دعاء لا تغيره فقال موسى عليه السلام وبما تدعو لك هذه الأم قال له تدعو لي دعوة واحدة دوما تقول اللهم اللهم اجعل ابني هذا مع موسى ابن عمران في الجنة فقال له موسى أبشر أبشر يا عبد الله فقد استجاب الله دعاءها وأنا موسى بن عمران وأنت رفيقي في الجنة وقضى ربك ألا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا نعم 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 إنه دعاء الأم أين نحن من أمهاتنا ماذا فعلنا ماذا صنعنا معهم إن دعوة أم استجاب الله عز وجل لها فجعل هذا الرجل المسكين المتواضع المغمور بين الناس جعله رفيق موسى في الجنة يعيش مع موسى في الجنة بدعوة من بدعوة أمه ربما الإنسان يصلي طوال عمره ويفعل من الصالحات ما يفعل ولكن لا يصل إلى هذه الدرجة لكن بدعوة صادقة من أمه إلزم رجلها إلزم رجلها فثم الجنة وكان يحيى آمرا بالمعروف نأهيا عن المنكر يحيى لا يحاذ ولا يداهن إن كان صغيرا أو كبيرا عظيما أو حقيرا يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر فاستفتى ابن الملك يحيى عليه السلام فقال هي حرام عليك فحقدت المرأة على يحيى وأرادت أن تنتقب من يحيى عليه السلام وسألت الملك أمرا قالت لابن الملك قالت أطلب منك طلبا قال وما هو قالت أن تأتيني برأسي يحيى ماذا أريد رأسه إذا كنت تحبني فأتني برأسه اقطع رأسه ثم أتني به فأبى قال لا معاذ الله إنه نبي إنه نبي وأخاف إن أصبته بسوء أن يعاقبني الرب عز وجل فأبت عليه وتمنعت وكيد هذه المرأة كان عظيما حتى قبل في يوم من الأيام قال لا بأس فأمر الجنود وأمر الحرس وأمر الجيش قال اذهبوا إلى بيت يحيى فادخلوا عليه واقطعوا رأسه وأتوني به فذهبوا إلى بيته فطرقوا الباب فلم يفتح فاقتحموا عليه البيت فدخلوا فإذا هو قائم يصلي من يحيى عليه السلام يصلي يقوم لله عز وجل يسجد لله يركع لله يقوم لله هو في وصل بينه وبين الله عز وجل فاقتربوا منه فرفعوا السيف وقطعوا رأسه رأس من رأس يحيى عليه السلام رأس نبي من الأنبياء قطعوه ثم حملوه في طبق حملوا الرأس إلى الملك ثم جاء الملك بهذه المرأة قال خذي هذا رأس يحيى تخيلوا المنظر لا إله إلا الله نبي من أنبياء الله يقتل نبي من أنبياء الله يذبح ينحر ويقطع رأسه ويقدم لعاهرة لفاجرة قدم الطبق إليها فضحكت المرأة وفرحت وجاءت بالرأس إلى أمها فلما دخلت على أمها إذا بالأرض تحتز من تحتها صرخت الفتاة صاحت أمها تصيح والناس حولهم والبنت صاحت وانشقت الأرض من تحت قدميها وإذا بالأرض تبتلعها وهي تنادي على أمها وتصيح وأمها تولول والجوار يصخن ويلطمن الوجوه والناس يصيحون وها هي الأرض تبلعها وتبلعها وتبلعها حتى وصلت إلى حقويها ثم إلى منكبيها فقالت الأم بعد أن علمت أن ابنتها ماتت ولكن الأرض ستأخذها منها أمرت السياف أن يقطع رأس ابنتها ليبقى عندها الرأس فقطع رأس البنت وأخذت الأم رأس ابنتها مقطوع وما هي إلا أيام إلا ويدخل بخت نصر يدخل على تلك القرية يدخل عليهم ويقتل في أيام معدودة خمسا وسبعين ألفا حصدهم فلا تحسبن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز إن الله عزيز دون تقام اسمعوا لقصة هذه الفتاة قصة فتاة أيضا تروي حديث توبتها تقول في ليلة كباقي الليالي بل تقول لا ربما كانت تختلف عن باقي الليالي تقول كانت الساعة الرابعة بعد منتصف الليل الخوف يسيطر علي بدأت أقرأ ما أحفظ من سور في الليل لم أنم جاءت الساعة الرابعة وجاءني خوف شديد ملأ قلبي تقول أحفظ بعض السور نسيت أكثرها تقول بدأت أقرأ ما أحفظ أقرأ ما أحفظ تقول زال شيء من الخوف ولكن لا زال الخوف يطاردني تقول أغمطت عيني وجعلت أتذكر تعرفون ماذا تتذكر تقول أتذكر شريط ذكرياتي شريط حياتي كله بدأ يمر أمام عيني أتذكر طفولتي أتذكر لما كبرت شيئا فشيئا أتذكر الذنوب الكثيرة صلاة التي ضيعتها في حياتي تذكرت صاحبتي صديقة التي أحبها كيف التقيت بها أول مرة كيف عشت معها كيف لازمت صديقتي التي أحبها لازمتها وصاحبتها سنوات طويلة في عمري صاحبتي التي أحبها أتعرفون ماذا حصل لها صديقة التي كنت ألعب وأله وأخرج وأاتي معها لم تفكر صديقتي يوم من الأيام في الموت تقول خرجت كعادتها في يوم من الأيام لكنها رجعت في صندوق أتعرفون ما الذي حصل ماتت صاحبتها في حادث سيارة تقول أنا خائف الآن في منتصف الليل بعد منتصف الليل تقول خائفة فكرت ماذا لو جاءني الآن ملك الموت ليقبض روحي ماذا أقول له ماذا لو كنت أنا ولست صاحبتي التي ماتت هل أنا مستعدة الآن أتراني سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار سأدخل جنة الله أم أدخل إلى النار تقول ماذا سأفعل ماذا فعلت في هذه الدنيا عقوقي لأمي غيبتي نميمتي كذبي تبرجي ملابس الفاضحة الأفلام الأغاني التي أسمع كيف سألقى الله عز وجل سكت فحدثت لنفسي فقالت لي لكنك أفضل من غيرك بكثير غيرك أسوأ منك ثم قلت في نفسي لكن أين تلك الفتيات الطاهرات أين اللواتي أسمعوا عنهن يجلسن في المساجد يقرأنا القرآن ويحضرنا مجالس الذكر ويذكرنا الله عز وجل ويصمنا النهار ويقمنا الليل لما لم أكن منهن يوم من الأيام لما لم أفكر أن أكون مثلهن الواحدة منهن تدفع حياتها ثمنا ولا يرى شيء من شعرها لما لا أكون منهن قلت في نفسي لازالت الآن على فراشها قلت في نفسي ألي عهد من الله أنه لن يتوفاني بيني وبين العهد هل عندي صك من الله أن ملك الموت لن يأتي إلي الآن ماذا أفعل إذا الآن ذهبت مع صاحبتي إلى القبر خفت تقول ثم قمت من فراشي قمت من مكاني وأنا خائفة مرتعبة في عيني تجمد الدمعتان قمت فتوضأت إلى الآن ما أدلنا الفجر قمت أصلي ركعتين تقول أثناء الصلاة وجدت عيناي تفيضاني بالدموع الله أكبر المرة الأولى التي أبكي فيها بالصلاة تبكي عيناي لما أبكي لا أدري لما فاضت عيناي لا أدري هل ربما هي على ذنوب الكثيرة والمعاصر التي ارتكبتها التي كنت أظنها هينا وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم تقول في سجود أطلت السجود وأنا لا أشعر سجود طويل لم أشعر به أتذكر ذنوبي أتذكر ذنوبي ورحمة الله عز وجل أقول في نفسي أين أنا كل هذه السنين تقول وبعد أن صليت وسلمت جلس أتذكر ماذا صنعت في هذه الحياة يا نفس ويلكي ويلكي لو أن الله عز وجل قبض روحك وأنت على هذه الحال فكري متى تتوبين متى تلتزمين تقول وأنا جالسة في آخر الليل سمعت أذان الفجر أول مرة أسمعه أسمعه كثيرا لكن لهذه المرة يختلف السماع هذه المرة كأنني أسمع الأذان لأول مرة قمت وصليت الفجر وجلست أقرأ القرآن القرآن الذي هجرته منذ زمن بعيد تقول جلست أقرأ حتى طلعت الشمس تقول ثم ذهبت إلى فراشي تقول وكان أسعد يوم في حياتي أسعد يوم الخوف ذهب بدأ الإطمئنان بدأت أشعر بالسعادة الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تقول هذه التائبة تقول منذ تلك الليلة بدأت في طريق التوبة بدأت في طريق الهداية تقول أفضل ساعة لي لما ذهبت وكبرت في الصلاة وسجدت بين يدي الله تقول أفضل لحظات حياتي تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد لما قمت لله عز وجل أصلي فطار عني الخوف وبدأت السعادة فتاة تابت إلى الله عز وجل ورجعت إلى دين الله جل وعلا نعم ماتت صاحبتها لكن الله عز وجل اختار صاحبتها قبلها فكان لها الفوز نعم إن أولياء الله عز وجل هم أشدوا الناس بلاء شدوا الناس بلاء من؟ الأمبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه شدة زيد له في البلاء كلما ازداد الدين والإيمان كلما اشتد البلاء على المؤمن سنة الله عز وجل أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون أسمعت بإسلام الفاروق؟ إليك هذه القصة قصة يوم من أسعد الأيام على وجه هذه الأرض الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قبل إسلامه شديدا قويا قاسيا وربما خاف منه كثير من أهل الإيمان ممن كتم إيمانه يخافون من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام أسلمت أخته اسمها فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة أسلمت رضي الله عنها وزوجها سعيد بن زيد أيضا أسلم ولكنها وسعيد أخفي الإيمان عن عمر من خوفهما من عمر تعرفون ماذا يفعل عمر لو علم أن أخته أسلمت لا يتجرأ أحد على بخالفة عمر قوي قبل الإسلام وبعد الإسلام إنه عمر وما أدراك من عمر وفي يوم من الأيام كان خباب رضي الله عنه ابن الأردت كان في بيت فاطمة مع سعيد بن زيد يقرئهم القرآن يعلمهم القرآن وكان خباب رضي الله عنه من السابقين في الإسلام في هذا اليوم كان عمر يسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام أين محمد؟ أين محمد؟ إلى الأن ما أسلم؟ فجاءه رجل قال وماذا تريد به؟ قال أريدهم أخبرني أنه هو قال كن في شأنك يا عمر يعني ترك الناس وشأنهم خلك بأمورك أنت قال ماذا تقصد؟ قال ارجع إلى أختك وختنك سعيد انظر إليهما فقد صبأ ماذا تقول؟ كذبت قال والله ما كذبت ارجع إلى أختك فانظر ما الخبر أنت تبحث عن محمد؟ شف أختك أول شف بيتك فغضب عمر وثار غضبا وأسرع إلى بيت أخته فاطمة فدخل وإذا بخباب سمع بالخبر فاختبأ خباب ذهب اختبأ فدخل فوجد سعيد وفاطمة فبطش بسعيد ضربه ثم قامت فاطمة إليه ماذا تفعل يا عمر؟ فضربها عمر فشج وجهها لا إله إلا الله فإذا بفاطمة تنظر إلى أخيها عمر فقالت له لم تصنع هذا يا عمر؟ وكان عمر في هذا اليوم وفي هذه الأيام كان عمر مترددا في صدره صراع بين الحق والباطل كان داخل صدره صراع هل أقبل بهذا الدين أو لا أقبل؟ وكان مترددا في هذه الأيام فدخل على أخته فاطمة فضربها وشجها ثم سقطت على الأرض فنظر إليها وقد دمعت عينيها فكأنه رأف لحالها فوجد صحيفة عندها فأراد أن يأخذ الصحيفة قال ما هذه؟ فأسرعت فاطمة إلى الصحيفة فأخذتها قال ويحكي ماذا تسمعين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة قال ماذا تقولين؟ قالت لن أدعك تمس هذه الصحيفة فإن فيها كلام الله وأنت نجس ولست بطاح قال أعطيني هذه الصحيفة قالت لا حتى تختسل فاختسل عمر فإذا به يأخذ الصحيفة من أخته فاطمة وأخذ يقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم طاها طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشطى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن الرحمن على العرش استوى ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ بدأ قلب عمر يضطرب بدأ الجوارحه تضطرب بدأ الجلد يقشعر الرحمن الرحمن على العرش استوى وعمر رضي الله عنه عربي يعلم معنى هذا الكلام ما معنى الرحمن؟ ما معنى على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر له بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فإذا بعمر بعد أن قرأ هذه السورة دمعت عيناه وبدأ النور ينتشر في صدره وبدأ الانشراح وبدأ عهد جديد في هذه الأمة وبدأ التحول التاريخي في عصر هذا الدين وإذا بخباف خرج وكان مختفيا خرج فنظر إلى عمر يقرأ وتدمع عيناه فقال له يا عمر يا عمر إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه قال ماذا تقصد؟ قال سمعت النبي في الأمس يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فتأثر عمر الله أكبر محمد عليه الصلاة والسلام يدعو لي أن أدخل بهذا الدين فقال له عمر يا خباب يا خباب دلني عليه قال لا لن أدلك لا زال خباب خائفا ماذا يريد عمر؟ قال دلني عليه يا خباب فخاف خباب قال تعالى تعالى أدلك عليه فدله على دار الأرقم وكان النبي مختفيا هو بعض أصحابه يتعلمون الدين والإسلام فإذا بعمر يطرق الباب وقد توشح سيفه وأخرج السيف وطرق الباب فقال النبي يا حمزة قم قم منظر من الطالق حمزة قد أسلم فإذا بحمزة ينظر قال يا رسول الله إنه عمر إنه عمر ثم قال حمزة يا رسول الله إذن له إذن له بالدخول فإن أراد خيرا أعطيناه وإلا كفيناك يا رسول الله نضربه بالسيف يعني حمزة أمام عمر وكلاهما جبلاني في هذا الدين فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعني يا حمزة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يفتح الباب أو فتح الباب حمزة فدخل عمر فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ حجزته الصحابة الآن تخفوا في الغرفة الثانية أكثر الضعفاء المساكين الخائفين دخلوا في الغرفة الثانية وأغلقوا الباب وقام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بحجزة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخذ بمجمع ردائه ثم جبده فقال ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب ما الذي جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة فقال عمر جئتك لأؤمن بالله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فكبر النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر أسلم عمر أسلم عمر فسمع أهل البيت فكبروا الله أكبر الله أكبر ومما زادني شرفا وعزا ومما زادني شرفا وعزا وكتب أخمصي أطوث ريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا الله أكبر إنه من إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الصحابة ما أسلم عمر إلا وكنا أعزه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر ربما أسلم ما جلس في البيت وتخفى واختبأ قام يبحث عن أكثر الناس ينشر إسلامه بين الناس قال من أكثر الناس خبرا قالوا فلان قال يا فلان أخبر الناس بخبر جديد قال ما هو قال أسلمت قال ماذا تقول قال أقول لكما سمعت أسلمت فقام الرجل هذا مثل وكالة أم با عندهم قام في الناس فقال أيها الناس أيها الناس تجمع الناس خبر جديد الآن خبر عاجل ما الخبر قال صبأ عمر فقال له عمر وكان جالسا عنده قال كذبت يا عدو الله قل أسلم عمر فقال أسلم عمر فقام الناس يضربون عمر بن الخطاب الناس كلهم تجمعوا كفار قريش تجمعوا على عمر فصدهم كلهم لوحده رضي الله عنه كان بطلا وكان جبلا وكان صنديدا قويا تخر الشياطين شياطين الجن والإنس من عمر بن الخطاب رضي الله عنه صدهم من أول النهار إلى أن على النهار وهو يصدهم رضي الله عنه ثم قال قال والله لو كنا فيها ثلاثمائة يا معشر قريش والله ما تركناها لكم والله ما تركناها لكم نحتاج إلى الأدب أكثر من حاجتنا إلى العلم الأدب الأدب الخلق الخلق فإن الله عز وجل وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه من أهدافه وغاياته في هذه الأمة ليس فقط تعليمهم بل تزكيتهم وتطهيرهم وتربيتهم على الأخلاق هو الذي بعث في الأمين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة قبل التعليم التزكية التربية التطهير التعليمهم الخلق ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إيش نستفيد من إنسان يحفظ صحيح البخاري ومسلم والقرآن كله في صدره ولكنه ينفر عن دين الله خلقه سيء جافي عاق لوالديه سيء مع جيرانه قاطع لرحيمه نفر الناس عن دين الله إيش نستفيد منه هذا علمه في صدره ولكن للأسف للأسف ربما نفر الناس عن هذا العلم الذي في صدره بصة رجل مع زوجته وانظروا إلى تبدل الأحوال إلى تغير الأحوال بين الناس لا يظن الواحد مننا إذا أنعم الله عز وجل عليه نعمة أن هذه النعمة لا بد أنها ستدون ما أدراك النعم ربما تزول وقديما قيل لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك وربما اليوم يعيش الإنسان غنيا وغدا فقيرا وربما يكون اليوم فقيرا وغدا غنيا وهكذا الناس أحوالهم تختلف وتتبدل واسمعوا إلى قصة رجل كان يأكل مع زوجته وكان الطعام كثيرا رجل غني مع زوجته وكان عندهم الطعام أصناف الطعام مثل ما نفعل اليوم طعامنا على المائدة نجد أربع يجلسون والطعام يكفي عشر أو ربما عشرين طيب لما كل هذا الطعام تعود الناس خلاص لازم الطعام يزيد ولا ينقص لازم نأكل أكثر من حاجتنا لازم العين تشبع قبل المعيدة فإذا بالرجل يأكل مع زوجته والطعام كثير فجأة طرق الباب من الطارق ما ندري فقالت الزوجة انتظر سوف أذهب وأنظر يعني من الذي عند الباب من الذي عند الباب قامت الزوجة من الطارق قال رجل فقير رجل فقير ليس عندي طعام ليس عندي طعام عندكم شيء من الطعام سد به جوعي فقالت الزوجة يعني نعطه بعض الطعام فقال الزوج لا لا عندنا طعام كثير عندنا الطعام يكفينا ويكفي غيرنا ويكفي الفقير ويكفي من بعد الفقير ولكن للأسف بعض الناس والعياذ بالله لا يريد أن يطعم الفقير شيئا من طعامه لا يريد أن يفرك شيئا من طعام الفقراء ولا المساكين فإذا به يقول لا 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 اطرديه اطرديه داعينا نأكل ليس وقت الفقراء هذا فإذا بالرجل يمشي ونفسه كسيرا رحل الرجل ثم ساءت حالتهما حالة الرجل الغني ساءت فإذا به يخسر أمواله شيئا بعد آخر شيئا بعد الآخر حتى خسر كل ماله ثم اختلف مع زوجته وكثرت المشاكل وزادت الهموم وتبدل الحال حتى طلق زوجته فانفصل عن زوجته ومرت الأيام حتى تزوجت المرأة غيره تزوجت رجلا آخر وفي يوم من الأيام هذا الذي تزوجته عنده خير الحمد لله واستغنى وصار غنيا يعني الزوج الفقير طلقها وتزوجت آخر وصار الآخر غنيا وفي يوم من الأيام كانت تأكل مع زوجها الثاني طبعا الذي صار غنيا فإذا بالباب يطرق وبه سائل فذهبت وقالت لزوجها فقير قال أعطيه قال الزوج أعطيه شيئا من الطعام عندنا طعام كثير الحمد لله فذهبت المرأة وأعطته الطعام ورجعت حزينه فقال لها الرجل زوجها الغني قال لم تحزنين وما عند الله خير حزنتي لأننا أعطيناه شيئا من طعام قالت والله ما حزنت لهذا قال إذن لم حزنت يا فلان ليش انتزع لانا حطينا طعام فقير عملنا خير قالت أتدري لم حزنت قال لا لا أدري قالت هذا الذي طرق الباب هذا الفقير إنه زوجي الأول زوجي الذي كان غنيا ثريا هو الآن فقير يطرق علي الباب هو الذي أعطيته الطعام فقال لها زوجها الثاني قال أتدري لمن أنا قالت من أنت قال أنا السائل الأول أنا الفقير الأول أجود بموجود ولو بيت طاويا على الجوع كشحا والحشاية تألموا وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاه موحالي وإني لمعدم وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم لا تقول يا عبد الله هذا الفقير جاء يأخذ مني مالي وجاء أسلب مني أموالي فإني قد تعبت على هذا المال فإن الله عز وجل يبدل الأحوال وإذا أردت أن يحفظ الله عز وجل عليك مالك فتصدق وأعمل الخيرات واشكر الرب عز وجل بالعمل الصالح لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ بل إن الله عز وجل يُعطي المنفق خلفاً ويعطي الممسك تلفاً كم من غني ثري قد أمسك ماله جاءه يوم من الأيام يمد يديه للناس يتوسل الناس أن يعطوه كسرة خبز يسد بها جوعه كم وكم في الناس بل كم من ملك بل كم من رئيس دولة بل كم من ثري غني الآن وراء القضبان الآن لا يجد لقمة عيش يأكلها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير بل اقرأوا في القصص وانظروا إلى الناس كم من فقير كان يعطي جهده وما كان يملك من مال يتصدق به على غيره يتقاسم التمرة مع غيره وكسرة الخبز مع الفقير الآخر كيف أغناه الله عز وجل والغنى غنى النفس ليس الغنى عن كثرة العرض بل الغنى يا عباد الله غنى النفس أن يصبح الإنسان قنوعا يرضى بما قسم الله عز وجل له إياك إياك والدعاء على أولادك لا تدعو على أولادك إلا بخير واسمع إلى هذه القصة يقول الأخ كان عندي أخ لا يعرف المسجد ولا يعرف الصلاة ولا القرآن ولا الذكر ولا عبادة ربه عز وجل سيء الخلق لا يحبه أحد في بيتنا لا يعرف إلا بلاد الفجور بلاد الزنا بلاد الخنى هذه حاله وهذه حياته لا يرجع من بلد إلا ليحط في بلد آخر يقول أما أبي ففي كل يوم معه مشكلة سب وشتم وربما يريد ضربه لكنه لا يستطيع يقول نعيش في جحيم والسبب هذا الأخ يقول لا يبالي بأبي لا يبالي بأمي سيء الخلق معنا جميعا نتمنى خروجه من البيت يقول حتى أن أبي كان يكثر من الدعاء عليه وكان أكثر دعائه يقول أسأل الله أن لا أموت حتى أراك ميتا تحت عجلة سيارة يقول هذه أكثر دعوة كان يدعو بها أبي يتمنى ويدعو الله أن تطأه سيارة أن تهشم سيارة جسده لما كل هذا من سوء خلق هذا الولد من فجوره من ذنوبه كرهه حتى أبوه حتى إخوانه لم يحبه أحد يقول هذا الأخ يقول شاء الله عز وجل أن نغير سكننا غيرنا البيت من بيت إلى آخر يقول وجاورنا فيه يعني صار جارنا أحد الشيوخ أحد العلماء أحد الدعاة إلى الله عز وجل وذكر اسمه ولكني لا أريد أن أذكر اسمه يقول هذا صار إمام لمسجد كبير معروف يقول هذا الشيخ كان خلوقا ناصحا وكان يعني خلقه جم وخلقه رفيع وأسلوبه مؤثر يقول وكان دائما يسلم على أخي أخي الفاجر يسلم عليه وينصحه يقول وكان أخي يتأثر به وكان يعني يكثر من النصيحة له يقول حتى جاء اليوم الذي شرح الله عز وجل صدر أخي للإيمان وبدأ يصلي في المسجد معه وبدأ يجلس معه وبدأ يتأثر يقول حتى تغير أخي أخي الذي كان فاجرا فاسقا الآن لا يدعو حتى صلاة الفجر الآن يجلس في المسجد يقرأ القرآن الآن ملأ الله عز وجل وجهه نورا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقول هذا الأخ حتى صار أخي سيء الخلق صار أحسن الناس خلقا وكان إذا دخل البيت كلنا يحبه يجلس معنا مع إخوانه يقول بدأ يدعو إلى الله جل وعلا أخي الذي كان يقضي وقته في بلاد الفجور والزنا والخنى يقول هو الآن يدعونا إلى الله جل وعلا يوقضنا لصلاة الفجر يعلمنا القرآن يقول حتى ذهب مع الدعاة إلى الله عز وجل إلى بعض البلاد يدعو إلى الله جل وعلا يقول أسلم على يديه خلق كثير لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم ومن أحسن قولا من من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول هذا الرجل الأخ يقول ومرت الأيام وكان أخي قد سحر كل قلوبنا يقول حتى الجيران أحبوه الناس كلهم أحبوه كان يخدمهم ويقضي حوائجهم وينصحهم ويدعوهم حتى كتب الله عز وجل على يديه خيرا كثيرا يقول ظل على هذه الحال ثلاث سنوات ثلاث سنوات وهو يدعو إلى الله جل وعلا ويعلم الناس الخير يقول في يوم من الأيام اسمع ما الذي حدث كان يقود فيها سيارته في الطريق يقول فأصابها خلل تعطلت السيارة فتوقف مضطرا تحت أحد الأنفاق يقول وأخذ يصلح سيارته لوحده يحاول ينظر ما الذي يحدث في هذه السيارة ما الذي يعطلها ما الذي يقول فنزل تحت السيارة يريد أن يصلحها يقول فيشاء الله عز وجل أن تأتي سيارة ولم تنتبه له لأنه تحت النفق يقول لم تنتبه به فصدمت سيارته بقوة يقول وإذا بسيارته تطأه فإذا بالعجلات تهشم صدره عجلات السيارة هشمت صدره وجاءت الإسعاف وأخذت فرقة الإنقاذ يقول وأخذت الجثة ظنوه ميتا وحملوه إلى المستشفى يقول الشرطي يقول نظرت إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة تعرف ماذا كان يقول وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة كان يقرأ القرآن يرتل القرآن ترتيلا يرتل القرآن ثم خرجت روحه لما سمع أبوه بالخبر بكى بكاء شديدا بكى بكاء شديدا يقول حتى أغمي على أبيه وهو يقول أنا السبب أنا السبب هذه دعوتي استجاب الله لها هذه دعوتي استجاب الله لها وأخذ الأب يبكي ولا تساع ثمن دم ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة الوالد على ولده إياك إياك أيها الأب إياك أيتها الأم إن كان ولدنا فاجرا أو بنتنا فاجرا فلندعو لهم لنقول اللهم أهدهم الله يصلحكم الله يهديكم الله يتوب عليكم الله يغفر لكم أفضل من أن نقول الله يلعنكم الله يأخذكم الله يخلصني منكم كما يقول هذا الأب أسأل الله أن تطأك عجلة سيارة وفعلا وطئته عجلة السيارة فاستجاب الله عز وجل للأب فإذا به يندم ندما ولكن لا ينفع الندم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقل شيئا لا تعلم خيره أو شره فتجسنبه يا عبد الله إياكم والدعاء على الأبناء فإنه شر إلا أن تدعو لهم بخير هذا هو المطلوب عباد الله لندعو لأبنائنا بالخير وإن كانوا فجارا لندعو لهم بالصلاح وإن كانوا فجارا على الله عز وجل أن يهديهم اسمعوا لقصة هذه الألمانية فتاة ألمانية يحدث عنها زوجها يقول هذه الزوجة طبيبة زوجة طبيبة ومتخصصة في أمراض النساء ليست ألمانية أبوها عربي أو أمها عربية لا أبن عن جد ألمانية الأصل يعني جذورها كلها ألمانية وهي نصرانية ليست بمسلمة يقول هذه الزوجة طبيبة متخصصة في أمراض النساء والولادة وكانت تهتم في وظيفتها وفي تخصصها كانت تهتم بالأمراض الجنسية التي تصيب النساء تجري بحث وعديد من الأبحاث على هذه الأمراض الأمراض الجنسية وكانت تعمل في عيادتها وتهتم بكل مريضة في هذه الأمراض وتعمل عليها الأبحاث لتعرف الأسباب وهم طبيعتهم يعيشون لأجل هذا تريد أن تتم بحثها أرادت أن تسافر خلاص أنا عرفت هذه البلد هذه الأمراض تبحث عن بلد آخر ذهبت إلى النروج يقول زوجها وجلست ثلاث شهور فما وجدت شيء غريب عن ألمانيا نفس الشيء النروج وألمانيا تقريبا نفس الأمراض لم تجد شيئا جديدا فأرادت أن تسافر إلى مكان بعيد يختلف عن هذه البيئة فقررت أن تسافر إلى بلد خليجي إحدى الدول الخليجية العربية تقول عزمت الآن الطبيبة تقص تقول عزمت على ذلك وأخذت أقرأ عن تاريخ هذا البلد قبل أن أسافر تريد أن تعيش فترة من الزمن تقرأ بيئتهم طبيعتهم طعامهم لباسهم كل شيء كل شيء تقول فأحسست بالضيق إيش هذه البلد؟ النساء يلبسن حجاب وعباء وقيود ما في راحة ما في حرية ما في بلد عجيبة هذه البلد فلما وصلت التزمت بالعباء قصباً عليه يعني ما هو طيب منها وهي متغايقة قد ملت ولكن فقط لأجل هذه البحوث تصبر لأجل أن تحصل على نتيجة بحوثها فإذا بهذه المرأة تعمل في إحدى المستشفيات فترة من الزمن أربع شهور وهي تعمل وشافت عدد كبير من النساء مرت عليها عدد كبير من النساء لكن لم تقف على مرض جسين واحد أربع شهور وما شفت ولا مرض مع أنها كانت في ألمانيا والنرويج يومياً عشرات الأمراض لكن هناك ولا مرض أربع شهور حتى بدأت تشعر بالملل هي ما جاءت لجل تعالج النساء هي جاءت تبحث عن الأمراض الجسية لكنها ما وجدت شيئاً مرت الأيام مرت الشهور الملل يزداد والقلق يزيد حتى أتمت سبعة شهور وفي يوم من الأيام خرجت من العيادة مغضبة متوترة فسألتها ممرضة مسلمة يعني ما بكي ما الذي حدث ما الذي شافتها بعصر غضبانة فقالت لها يعني سبع شهور ما في مرض جنسي أنا جئت أبحث عن هذه الأمراض ما وجد شيء فابتسمت الممرضة قالت لها لماذا تبتسمين قالت إن هذا ثمرة الفضيلة قالت يعني إيش فشرحت لها معنى الفضيلة والالتزام بدين الله ثم قرأت عليها آية من القرآن والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات شرحت لها معنى هذه الآية تقول هذه الطبيبة فهزتني هذه الآية هزتني فقلت لابد أن أتعلم ماذا تعني هذه الآية وكيف يتمسك المسلمون بها لما سبعة شهور ما وجدت ما أجد في تلك البلاد بيوم واحد ما هذه الآية ما قصة هذا الكتاب تقول فاقتليت القرآن مترجم تقول وبدأت أقرأ ترجمته تقول حتى أحسست أن هذا الذي كنت أبحث عنه هذه هي غايتي تقول فذهبت إلى مكتب لدعوة غير المسلمين فعندهم أشهرت إسلامي أشهرت إسلامي وصرت الآن تقول عن نفسها صرت الآن فتاة في ألمانيا محجبة حجابا شرعيا أدعو إلى الله عز وجل إلى هذا الدين الدين الحق إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا هذه المصيبة المصيبة أن بعضنا يظن أن الكافر لا فائدة منه وأن الكافر لن يهتدي وأن الكافر فقط نقيم عليه الحجة وأن الكافر فقط نقول له أنت كافر وأنت مخلد في النار إما أن تسلم وإما أن تكون في الجحيم فقط هذا أسلوب الدعوة عند بعض الناس الجهل بدين الله عز وجل أو بأسلوب الدعوة ما يعلمون أن الكفار مهما بلغوا فيه من الكفر ربما آية واحدة تدخلهم في دين الله عز وجل اسمعوا إلى قصة الداعي اسميط حفظه الله وهو في أفريقيا يقول عن نفسه إذا ذهبنا إلى تلك البلاد يقول في أحد البلاد يقول فتحنا إذاعة والإذاعة تكلف لكن فأيدتها كبيرة يقول فتحنا إذاعة تبث إلى تلك البلاد يقول وعندنا ما في مواد صوتية فحتى نجمع المواد الصوتية لهذه الإذاعة نشغل الإذاعة 14 ساعة فقط قرآن قرآن كريم سورة بعد أخرى قارئ بعد آخر فقط قرآن حتى نفتح اللذاء نجمع المواد الصوتية يقول أهل هذه البلد ما يعرفون عربي وما يعرفون إنجليزي فقط لغتهم المحلية والفرنسية فقط هذه اللغة التي يفهمونها يقول حتى نجمع المواد الصوتية نحتاج إلى وقت يقول وفي يوم من الأيام طرق علينا الباب في المركز يقول رجل فأدخله الداعية إلينا فقلت له ماذا يريد قال هذا رجل خريد جامعي يقول يريد منك طلبا قلت له ماذا يريد قال يريد نسخة يقول أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها ماذا أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها بحث عن الإذاعة قال هذا مركز الإذاعة فجئت أطلب منكم طلب أريد نسخة من الأغاني التي تبثونها يقول الدكتور سميد فقلت له لماذا تريد هذه الأغاني طبعا يقصد القرآن ما يفهم أن هذا قرآن قلت له يقول سميد قلت له ماذا تريد بهذه الأغاني ليش ما معنى قال لأنني كلما وضعت إذاعتكم واستمعت إلى هذه الأغاني أحس براحح وانشراح الصدر وأحس بطمأنينة لا أشعر بها إلا لما أستمع لهذه الأغاني يقول فضحك الداعي الدكتور وقال له هذه ليست أغاني قال إذن ما هي قال هذا كلام ربنا عز وجل قال ماذا هذا كلام الله قال خذ ترجمة هذا القرآن واذهب وقره على مهل خذ نسخ من هذا القرآن يقول فاعطيناه يقول وبعد أيام أيام قليلة رجع الرجل طرق الباب دخل يقول معه ستة قلت لهم ماذا تريدون قال هذا الرجل جئنا جميعا نشهر إسلامنا وندخل في دين الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين هذا القرآن حتى غير العرب حتى الجمادات يتأثرون به الذي لا يعرف اللغة العربية الأجنبي اقرأ عليه القرآن يتأثر حتى لو كان كافرا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر فأجره حتى يسمع كلام الله القرآن القرآن وما أدراك ما القرآن هذه ألمانية تسلم وذاك أفريقي يسلم وأنا عندي قصص كثيرة من أناس لا يفهمون اللغة العربية ولا يدركون معانيها فقط لما استمعوا إلى القرآن يرتل ترتيلا دخل إلى قلوبهم فشرح الله صدورهم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل رأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذه أمريكية وهي صفحة جديدة معنا اليوم أمريكية كانت في عمر السادسة عشر أسرتها من البروتستانت من النصارى وكانوا لهم مكان عالي ومعروفين في بلدهم في إحدى الولايات الأمريكية وكانوا يملكون مالا وكانوا متشددين في الدين متمسكين يذهبون كل أحد إلى الكنيسة وينفقون على الكنيسة وهذه الفتاة تقول كنت أذهب إلى الكنيسة كل أحد مع أمي تقول وكنت أسمع كلاما يردد في الكنيسة حول المسلمين أسمع كلاما بأن المسلمين أغبياء وبأن المسلمين متسلطون وبأن المسلمين يحبون القتل والإجرام حتى الحرية ما عندهم الديمقراطية لا يعترفون فيها فكنت أحقد عليهم كثيرا على المسلمين تقول أشد ما لفت انتباهي لما كانوا يقولون أن المسلمين يتزوج الواحد منهم أربعة فكنت أضحك وأحقد يزداد حقدي وكراهيتي على المسلمين كيف يتزوج رجل أربع نساء أي جهل هذا وأي ظلم هذا وأي دين هذا فازداد حقدي وكراهيتي على هذا الدين يقول وفي عام أربعة وثمانين من التاريخ الإفرنجي يقول كنت أعمل في الصيف في إحدى المطاعم وعادة الغرب يعني لا بأس عندهم من العمل حتى لو كانوا يملكون أموال فإنهم يعملون تقول وكنت أعمل في إحدى المطاعم يقول فلفت نظري هناك رجل يدخل ولونه مصبر يقول كأنه مسلم وأنا لا زال في قلبي حقد على المسلمين يقول هذا الشاب دخل طويل أسمر مبتسم جلس على الطاولة فقلت لزميلتي دعيه دعيه أنا سوف أتولى الخدمة له تقول فلما جئته قلت ماذا تريد قال شاي وغيرها ثم قال لها أرجوك أخبر الطباء ألا يطبخ البيض على نفس المكان الذي يطبخ عليه الخنزير فسألته لما فقال لأنني مسلم تقول فتغير لوني وبدأت النار تشتعل في جسمي حقد وكره لأولئك الناس لكنني تملكت أعصابي تقول فلما قدمت له ما يريد من طلب سألته أنتم الذين تتزوجون أربع نساء يعني بأسلوب احتقار هل هذا الرجل أنت تتزوج أربع نساء فقال لها لا أنا ما تزوج أربع نساء ولم يقل ليس في ديننا لكنه قال لا فقالت له بلى أنا تعلمت هذا أنكم المسلمون الواحد منكم يتزوج أربع نساء فقال لها ديننا يقول إذا لم يعدل الإنسان يكفي بواحده فقلت له لا 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 بل قالوا لي أنكم تتزوجون أربع ولا تبالون بنسائكم منسائكم ليست لهن حرية ولا يلبسن اللباس الذي يردنه ولا يفعلن ما يردنه فقال لها انتظري انتظري هدئي من روعك فجلست تقول جلست عنده أسمع ماذا يقول تقول فإذا به يتكلم عن التوحيد قال أنا أعبد الله عز وجل الذي لا شرك له الذي لم يرد ولم يولد تقول أنا يزداد غيظي فقلت له عندك رب غير عيسى أنت تعبد إله غير عيسى فقال لها نعم لكن ليس هنا وقت الإجابة الوقت لا يسمح لأن أشرح لك فقالت له إذن هذه الأشياء التي أسمعها عنكم صحيحة أو ليست بصحيحة قال لها ما أدري من الذي تقصدين لكن لابد لنا من جلسة أخرى أشرح لك ما معنى أنني أعبد الله لا شريك له وماذا يعني لدي عيسى بن مريم عليهما السلام وماذا يعني لدي محمد عليه الصلاة والسلام فقالت له هل سوف ترجع هل سوف تأتي قال نعم سوف أعود غدا وسوف آتي لك بكتابي قالت له إذن لا بأس تقول هذه الفتاة وكانت صغيرة في السن تقول رجعت في العمل وأنا أفكر في هذا الشاب كان يقولون أنهم مجرمون وأنهم يحبون القتل وأنهم لا رحمة لديهم لكن هذا الشاب كان مبتسما طوال الوقت وكان يحدثني بكل أدب وبكل خلق فهل هذا صحيح ما نسمعه عنهم هل هؤلاء هم الإرهابيون تقول وجاء اليوم الثاني تريد أن تسمع قصة عيسى بن مريم عند المسلمين تقول فجاء اليوم الثاني تقول وأنا حدثت صاحباتي وزميلاتي في العمل عما أنتظره تقول فانتظرت في اليوم الثاني فلم يأتي مر الوقت ولم يأتي منهن من تقول من زميلاتي لن يأتي خلاص ضحك عليك وخدعك فقلت في نفسي نعم نعم ربما كان كاذبا هكذا هم المسلمون تقول ثم أقول لا ربما يأتي وربما تأخر لعدر ما تقول وبعد قليل لمحته من بعيد يأتي تقول فرحت فرحت كأنني كأن غائبا أنتظره تقول فوصل إلى المطعم فقلت للمديرة أعتدر ساعة زمان سوف أجلس معه فعرفت عذري وسمحتي بالجلس معه تقول فجلست معه في زاوية في المطعم تقول فأخذ يشرح لي من القرآن ما معنى عيسى بن مريم عندهم عند المسلمين تقول فأخذ يعلمني بقصة جميلة لم أسمع بمثلها قصة عيسى عليه السلام تقول فأعجبت بقصته تقول فلما رجعت إلى البيت حدثت أمي بالخبر تقول فإذا بأمي تهددني تهددني إن كلمته مرة أخرى وتخبرني بأنه قاتل وليس بصادق بأنه كذاب بأن المسلمين إرهابيين بأن المسلمين قتل بأن المسلمين لا يحبون لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون الصدق تقول وإذا بأصر بأنه ليس كذلك بل بالعكس يكلمني بكل أدب تقول مرة الأيام ولازلت أتعلم من هذا الرجل يعلمني دين الإسلام ويعطيني الكتيبات ويخبرني ببعض الأمور تقول حتى اقتنعت بأن هذا الرجل صادق تقول أحببته ولازالت هذه الفتاة على دينها بروتستانت لازالت لم تسلم تقول فإذا بهذا الشاب يعرض علي الزواج قلت ماذا؟ قال نعم أريد أن أتزوج منك أنا غير متزوج وأريد الزواج منك قلت له هل يصح في دينكم هذا؟ قال نعم أنت إن شاء الله عفيفة وإمرأة طاهرة وصالحة لكنك كتابية وفي ديننا لا يجوز هذا تقول فأخبرت أمي فضربتني وقالت لي يستحيل أن تتزوجي مسلما نحن الأسرة الفلانية ونحن معروفون أمام المجتمع والناس بتمسكنا بديننا والآن تتزوجين مسلما تقول لم أبالي بأمي ولا بأهلي تقول فتزوجته وعشت معه تقول وما هي إلا أيام إلا وقد اتخذت أهم قرار في حياتي قلت له يا فلان قال نعم قالت أريد أن أعترف قال اعترفي قالت له من كل قلبها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تقول ما إن قلتها إلا وقد انفجرت بالبكاء تقول بكيت ثم بكيت ثم بكيت تقول فقال لي لم تبكين قالت والله أبكي من شدة الفرح أبكي وكأن السعادة غمرت قلبي ثم قالت له قالت أريد أن أخرج فأصرخ قال لها لما قالت له أريد أن أصرخ أمام الناس وأخبر العالمين أريد أن يسمعني كل من على الأرض أنني دخلت في دين الله أن الله شرح صدري أنني أشهد بأنني مسلمة أشهد أن لا إله إلا الله أريد أن أصرخ بها وأملأ بها الدنيا أفمن شرح الله صدره للإسلام أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله للأسف كم شاب يذهب إلى بلاد الغرب اليوم يريد أن يتزوج من بعض الفتيات لا يبالي بدينها طبعا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم أهل الإيمان أفضل من غيرهن ولكن فرق بين من يتزوج تلك النصرانية يريد دعوتها يريد هدايتها يريد أن يدخلها في دين الله عز وجل ومن يتزوج لأجل الشهوة فقط فإذا به لا يبالي بإيمانها ولا بدينها بل إن بعض المسلمين لما تزوج فتاة النصرانية كرهها في دين الإسلام بغضها في هذا الدين لماذا كل هذا لأنه مسلم بلا إسلام مسلم في الظاهر لكن في حقيقته وخلوقه لا يعرف عن الإسلام شيء كم من الناس اليوم يعيشوا في الغرب هل عرض الإسلام بصورته النقية الطاهرة للأسف للأسف بعض المسلمين يعملوا في الغرب بتجارة أو لدراسة أو اضطرته الظروف أن يعيش في الغرب لكن كان قد يعني عمل دعاية سيئة لدين الإسلام بسوء خلوقه وبتعامله السيء مع الناس وبكذبه وعدم صدقه وعدم التزامه بعمله وعدم التزامه بالأخلاق لهذا نفر الناس عن دين الله عز وجل إن منكم لمنفرين هذا الشاب هذا الشاب كانت غايته الكبرى ليس الزواج من هذه الفتاة لكن كانت غايته أن تدخل في دين الله عز وجل وفعلا حصل على ما يريد حصل على ما يريد هذه الفتاة التي كرهت بالإسلام صارت مسلمة بل صارت من الداعيات إلى الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله ولكن الله يهدي من يشاء فاحرص يا رعاك الله على أن تكون قدوة لهذا الدين احرص على أن تلتزم بشعاره وبأخلاقه كم دخل الناس في دين الله أفواجا في مشارق الأرض ومغاربها ليس على أيدي علماء ولا طلبة علم بل على أيدي تجار وعلى أيدي أناس لا يعرفون من الدين إلا القليل لكن كانوا قدوة صالحة ومثالا حسنا للناس فدخل الناس في دين الله أفواجا سلوا أندونيسيا سلوا أفريقيا سلوا شرق آسيا كيف دخل الناس في دين الله بأخلاق المسلمين وبحسن تعاملهم ديننا دين عظيم وصف الله عز وجل نبيه فقال وإنك لعلى خلق عظيم إنها القصص إنها العبر إنها الأحداث التي تجري حولنا فلنتق الله عز وجل ولنستلهم منها العبر ولنستفد منها في حياتنا الدنيا أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين صفحة في بغداد إلى بغداد تلك العاصمة الإسلامية عاصمة الخلافة الراشدة التي مضى عليها دهر وعقود من الزمن لم تهن بعيش من حرب إلى أخرى ضيق وهم وغم أما في تلك البلاد الظلم والطغيان في تلك البلاد تخرج العلماء وأرسل للأنبياء وقامت دعوات وكانت هناك حضارات أما اليوم فما هي بغداد وكيف تعيش بغداد هذه قصة لطفل صغير يحدث عنه هذا الشاعر طفل أهله كلهم ماتوا بالقذائف رجع إلى بيته فلم يجد بيتاً ولا أماً ولا أباً ولا أختاً ولا أخاً أين لعبتي أين غرفتي أين براءة الطفولة طفل ينام ويستيقظ على أصوات المدافر والقنابل والرشاشات ما ذنب أولئك الأطفال ما ذنب العجائز ما ذنب الشيوخ ما ذنب أولئك الناس الذين ما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد يقول أحد الشعراء في وصفهم أبكي أبكي وماذا تنفع العبرات وجميع أهلي بالقذائف ماتوا ماتوا وجيش المعتدين قلوبهم صخر فلا نبض ولا خلجات تحت الركام أنينهم وصراخهم كم مزقت وجداني الصرخات أبكي أبكي وأشلاء الأحبة خيبت ظن الرجاء وزاغت النظرات يا ليلة القصف الرهيب تحطمت فيك المبادئ واستبد غزات وحشية وحشية لو أنه لا كرآ لتصعدت من قلبه الزفرات بتنا على لهب المواجع والأسى والمعتدون على الأسرة باتوا أطفالهم يستمتعون بأمنهم وصغارنا فوق الرصيف عراتوا فزع الصغار يزيد من إحساسنا بالظلم إن الظالمين قساتوا ماذا يفيد الدمع والدم هاهنا يجري ودجلة يشتكي وفرات ماذا وبغداد المفاخر أصبحت عطشا تلمض قلبها الحسرات بغداد ما ابتسمت رؤى تاريخنا إلا وعندك تشرق البسمات صوت المآذن فيك يرفعنا إلى قمم تشيدها لنا الصلوات أواه يا بغداد أقفرت الربا ورمى شموخ الرافدين جنات لغة الحضارة أصبحت في عصرنا قصفا تموت على صداه لغات لغة تصوغ القاذفات حروفها وبعنفها تتحدث العربات أواه كذا تلقى العدالة حتفها في عصرنا وتحكم الشهوات ماذا يفيد الدمع يا بغدادنا وخطاك في درب الردى عثرات ماذا وألف قذيفة وقذيفة في عرضها تتنافس القنوات ماذا وأبناء العروبة نظرة وهجت وعقل تائه وسكات أبناء أمتنا الكرام إلى متى يقضي على عزم الأبي سبات إخواني نعم ماذا حصل في بغداد وماذا صنعوا فيها كيف تعيش اليوم بغداد وكيف ينام إخواننا في العراق على ماذا ينسون وبأي شيء يصبحون كم من طفل فقد والديه فأصبح يتيما كم من طفلة هدك عرضها كم من أناس إن إخواننا اليوم في العراق يحتاجون منا إلى الدعاء يحتاجون إلى أموالنا يحتاجون إلى مساعداتنا ليبنوا مرة أخرى بلادهم على شرع الله عز وجل إن الناس يحتاجون هناك إلى مد يد العون لهم فالمؤمنون جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى هذه قصة لقسيس يحدث عن نفسه هذه القصة في سنة ثمانية وسبعين للميلاد يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد للعذراء مريم عليه السلام يقول كنت ذاهبا لإحياء مولد من موالدها في دولة عربية يقول أخذت قطار من مدينة إلى مدينة أخرى في الساعة التاسعة والنصف تقريبا يقول ركبت الحافلة يقول وأثناء ركوبي في القطار في الحافلة طبعا هو يلبس الآن ملابس كهنوت ملابس القساويسة أظن شكلها معروف يقول ويلبس صليب وزنه تقريبا ربع كيل وكل ذهب خالص عندهم أموال أموال كثيرة يقول وعندي عصاء يقول وفي القطار صعد صبي في الحادية عشر من عمره عمره أحد عشر عاما يقول وأخذي وزع كتيبات على الناس ينظر الناس إليها فمن أراد أن يحتفظ بهذا الكتيب يشتريه يعني يروج الكتيب عنده والناس تشتري من أراد أن يشتري يشتري صبي صغير يقول فوزع الكتيب على كل الركاب إلا أنا وصار في نفسي هاجز يعني ليش كل الناس إلا أنا فانتظرته حتى يعني انتهى من التوزيع فقلت له يا بني تعال فجاء الصبي قال لما أعطيت الجميع إلا أنا فقال له لا يا أبونا أنت قسيس ما يصح أن أعطيك هذا الكتاب يقول فتا ضايقت وأحسست كأني لست بأهل ليحمل هذا الكتيب مع أنه صغير لكنني لا أستحق أن أحمله تعرفوا ما هذا الكتيب إنه شيء من القرآن جزء من القرآن والله عز وجل يقول عن القرآن لا يمسه إلا المطهرون يقول ألححت على الصبي أن يبيعني فقال لا هذه كتب إسلامية ولا تصح لك يقول وأنا أنظر إلى هذا الصبي وتلك الكتب ازداد شوقي إليها يقول فلما نزلت من القطار اتبعت هذا الصبي أين يذهب؟ يقول فلما أحس أنني أتبعه هرب يقول فأسرعت في المشي حتى مسكت هذا الصبي يقول مسكت الصبي وقلت له أعطني الكتاب قال لا يقول فأعطيته مالا وأخذت منه الكتاب رغما عنه يقول أخذت الكتاب واحتفظت به ولم أعلم ما هذا الكتاب وما قصته كان هذا الكتيب الصغير جزء عم كان الصبي يبيعه في القطار يقول فلما وصلت إلى الكنيسة وجلست فيها وجاء الليل وعلى فراشي يقول فتحت هذا الكتاب وأخذت أقرأ فيه آيات وجمل يقول حتى وصلت إلى جملة هزت كياني جملة ارتعدت منها وهذه الجملة أخذت أفكر فيها كثيرا أي جملة هذه قل هو الله أحد الله الصمد قال لي إن حرفت ثلاث مرات وأنا الآن أمام قداستك أعترف لك تعترف هذه المرأة بذنوبها رجان تغفر لي وأعاهدك لن أعود لذلك أبدا يقول وأنا كعادتي رفعت الصليب لأغفر لها يقول أثناء رفعي للصليب تذكرت الجملة التي قرأتها ورددتها قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يقول فبكيت حتى إن المرأة عجبت مني يقول وكنت أخاطب نفسي فأقول أنا أغفر لها فتذهب الآن لكن من يغفر لي أنا يقول فذهبت إلى كبير القساوسة كبير الرهبان يقول جئته فقلت له يا فلان الأسقف هذا قلت له أنا أغفر الخطايا لعامة الناس فمن يغفر لي أنا من يغفر لي خطاياي فأجاب هذا الأسقف قال له البابا هو الذي يغفر لك ولي فقال له قلت له ومن يغفر للبابا يقول فصرخ فيه قال أجننت ماذا تقول هل يحق لك أن تسأل هذا السؤال يقول بعدها أحسست بمضايقات وبأذى وبتعذيب منهم يقول الغريب أنني اكتشفت في الكنيسة أن هناك قسيس آخر قد أسلم قبلي بسنوات ولكنه يكتم إيمانه ويكتم دينه يخاف يخاف على نفسه الفتنة يقول أما أنا فقد خرجت وهاجرت إلى بلد أخرى وتمسكت بديني وأشهرت إسلامي وكان سبب هدايتي ما هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نعم هكذا هذا الرجل آمن وأسلم ودخل في دين الله وربما كان السبب ذلك الصبي الذي كان يبيع جزء عم فدخل الإيمان في قلب هذا القسيس كم وكم من إنسان كم وكم من إنسان يحتاج مننا إلى فقط أن نقرأ عليه القرآن أو نتلع عليه بعض الآيات هذا ثمام ابن أثال رضي الله عنه كان مشركا وحبس في سارية في المسجد وكان يسمع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يحسنون إليه ويطعمون الطعام من طعام وشراب وخدمة على هذا الرجل مع أنه كافر كافر مربوط في المسجد أسير ومع هذا كان الصحابة يحسنون إليه وهو يسمع القرآن ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا سمع ثمامة الآياب تتلى والقرآن يقرأ وكان مشركا وبعد أيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسلم؟ قال لا ففكه النبي عليه الصلاة والسلام ومن عليه وخرج الرجل فقط كان يريد أن يخرج حتى لا يقال أسلم خوفا من القتل خرج من المدينة فاختسل ثم دخل مباشرة إلى المسجد وهو يعلن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قصتنا اليوم مع عبد صالح هذا العبد الصالح اسمه لقمان كان يعيش في منطقة بين مصر والسودان بل هو الآن هذه المنطقة التي كان يعيش فيها تقع ضمن حدود السودان وهذا الرجل كان رجلا فقيرا كان عبدا حبشيا نجارا كان قصيرا أفطس الأنفي كما قال عنه جابر بن عبد الله هذا الرجل أعطاه الله عز وجل حكمة عظيمة من أعظم الناس حكمة وفهما وعلما ومع هذا لم يكن نبيا من الأنبياء فلم يكن هناك نبي في الأرض مملوكا أما هذا الرجل فقد كان مملوكا وقد كان من النجارين الذين يعملون بصنعة ويتكسبون بها هذا الرجل اسمه لقمان وسمي الآن لقمان الحكيم سئلي يوم من الأيام كيف وصلت إلى هذا؟ لما وصلت إلى هذا المستوى من الحكمة؟ فقال لمن سأله؟ قال غضي بصري وكفي لساني وعفة طعمتي وحفظي فرجي وقولي بصيري